اوديو تاب تقدم ملخص كتاب الأسرال الكاملة للثقة التامة بالنفس لروبرت عنطوني ترجمت و نشر مكتب الجيرير يقرأه عليكم سعيد ويلد محمد إنك على وشك بدء مغامرة ستحمل لك مكافأة تستمتع بها ما بقي من حياتك سوف تتعلم طرقا جديدة لتحطيم قيود العجز التي كانت تعوقك و تثقلك إذا وجدت نفسك في موقف يبدو أنه لن يؤدي بك إلى أي شيء أو شعرت بأنك غير كفؤ و غير قادر على مواجهة الحياة بحماس و ثقة فإن هذا الكتاب لك إذا كنت مستاء من المستوى المتواضع الذي تؤدي به أو محبطا بسبب نتائج الماضي و غير قانع أو راض بالإنجراف مع طيار الحياة فحسب فإن هذه الصفحات توفر لك بديلا أفضل فإذا سمحت لنفسك بأن تكون متفتحا و متقبلا لأفكار و مفاهيم و قيم و معتقدات جديدة فستكتشف لماذا ينبغي عليك و كيف يمكنك أن تعيد ترتيب عمليات تفكيرك بشكل منهجي منظم من أجل إيقاظ ذاتك الجديدة وبمجرد أن تتقن هذه المبادئ فستحظى بقدر هائل من السعادة و الحب و الحرية و المال و الثقة بالنفس و كل ما لم تتصور أبدا من قبل أنه يمكن تحقيقه ما من شيء أكثر أشباع و روعة في الحياة من تحرير قدراتك و طاقاتك غير المحدودة و عيش حياة مبدعة هادفة ذات مغزى و بغض النظر عن من أنت أو ما تفعله أو موقفك في الحياة فأنت تستطيع تحقيق الثقة التامة بالنفس و طريقة تحقيق ذلك ليست بالصعوبة التي تتصورها 21 يوما يمكن أن تصنع فارقا لقد تقرر و اصطلح على أن التخلص من عادة قديمة مدمرة أو تشكيل عادة جديدة إيجابية هو أمر يستغرق حوالي 21 يوما و سيستغرق منك استيعاب مادة هذا الكتاب و التشبع بها بشكل كامل نفس هذه الفترة على الأقل هذا مؤكد و لا جدال فيه إنك ستفهم مادة الكتاب على الفور و لكن الفهم العقلي وحده ليس كافيا لصنع التغييرات اللازمة فالإثارة الحقيقية تأتي عندما تعرفها و تستوعبها في نهاية الأمر ينبغي أن تنتقل من الفهم المبدئي إلى المعرفة و لكي تعرف شيئا ما لا بد و أن يصبح جزءا من تفكيرك و شعورك و أفعالك و ردود أفعالك و هذا يستغرق بعض الوقت لذا لا ترتكب خطأ قراءة الكتاب مرة واحدة و حسب و من ثم تقول لقد عرفت مادته إنك لن تعرف مادته إلى أن يستوعبها و يتشبع بها وعيك و تصبح نموذج عادة جديدة و إذا وجدت بين الحين و الآخر أنني أتكلم بقوة و عنف فأعلم أنني أفعل هذا من أجل تمزيق و اختراق طبقات المقاومة الذهنية الكثيفة و الوصول إلى مكان ما بداخلك تعرف فيه بالفعل مكان يمكن إدراك و سماع الحقيقة فيه و عندما يحدث هذا سيراودك شعور بالحيوية الشديدة الآخذة في القوى و الوضوح بينما سيكون هناك شيء بداخلك يقول نعم إنني أعلم بالفعل أن هذا صحيح و لكي تحقق أفضل النتائج اقرأ هذا الكتاب حتى النهاية مرة واحدة و تعرف بشكل جيد على مجال و غرض مادته و بعد ذلك ارجع إلى الفصول المحددة التي كانت تحمل أكبر مغزى و أهمية بالنسبة لك دعم بادئ الكتاب تغوص بعمق في وعيك و الأكثر من ذلك أهمية أن تطبقها و تتصرف بناء عليها بدون إبطاء الآن إن كنت مستعدا فهيا بنا ننطلق السر رقم واحد إيقاظ نفسك من النوم المغناطيسي كثير من الناس يعتقدون أنهم يستطيعون تغيير حياتهم بواسطة قوة الإرادة وحدها و هذا ليس صحيحا فالأفكار السلبية في الخيال تجعل مثل هؤلاء الناس يحبطون أنفسهم فبغض النظر عن الجهد الذي يبذلونه في المحاولة فإنه جهد عبثي لا طائل من ورائه هؤلاء الأشخاص تقبلوا اعتقادا خاطئا و تعاملوا معه كما لو كان حقيقا إن كل قدراتهم و نواياهم الحسنة و جهودهم و قوة إرادتهم لا تجدي نفعا في مواجهة الاعتقاد الخاطئ القوي و المؤثر الذي تقبلوه على أنه حقيقا و بمجرد أن يؤمن الإنسان بأن شيئا ما صحيحا سواء كان صحيحا بالفعل أو لم يكن فإنه حينها يتصرف كما لو كان هذا الشيء صحيحا بالفعل إنه يسعى بشكل غريزي لجمع الحقائق التي تدعم اعتقاده بغض النظر عن مدى زي في هذه الحقائق و لن يكون أحد قادرا على إقناعه بالعكس ما لم يكن هو نفسه قد أصبح مستعدا للتغيير من خلال الدراسة أو الخبرة الشخصية و من هنا من السهل أن ترى أنه إذا تقبل الإنسان شيئا صحيحا فإن جميع تصرفاته وأفعاله و ردود أفعاله التالية ستكون قائمة على اعتقاد خاطئ لذا فمن الأهمية البالغة أن لا تفترض أنك مستيقظ و مدرك لحقيقة ذاتك و بعبارة أخرى ينبغي أن لا تفترض ذلك بالفعل إن مهمتك الأولى هي أن تستيقظ من حالة النوم المغناطيسي التي تمنعك حاليا من أن تكون الشخص الذي ترغب في أن تكونه اقرأ العبارة التالية الدرجة التي تحققها من اليقظة تتوقف بشكل مباشر على قدر الحقيقة التي يمكنك قبولها عن نفسك العديد من الأفكار و المفاهيم الواردة في هذا الكتاب قد يبدو غريبا و غير مألوف أو غير منطقي سيكون لديك خيار إما أن تكتشف أنها صحيحة و إما أن تقاومها و الخيار لك و يعيدنا هذا إلى ما قلناه من قبل سوف تتغير حياتك بشكل يتفق تماما مع قدر الحقيقة التي يمكنك قبولها عن نفسك إذا كنت صادقا و مخلصا في رغبتك في تغيير حياتك و زيادة ثقتك بنفسك ينبغي أن يكون لديك عقل منفتح إنني لا أريد ولا أتوقع منك أن تقبل أي شيء تقرأه في هذا الكتاب على أنه صحيح لمجرد أنني أقول أنه صحيح فإذا فعلت ذلك فإنك لن تستفيد كثيرا مما تقرأه ينبغي أن تجرب المبادئ بنفسك لكي تشيد بناء فعالا جديدا على موقع يقوم عليه بناء قديم غير فعال عليك أولا أن تزيل البناء القديم و ينبغي أن يتم هذا عن طريق تحطيم الحقائق الخاطئة التي كانت تعوقك عن تجسيد الحياة الوافرة الصحية المفيدة غير المحدودة التي ترغبها و هذا هو الجوهر هذا الكتاب في الأساس إذا كنا نرغب في صنع تغيير جذري في حياتنا فعلينا أولا أن نفهم أساس مشكلاتنا و دائما ما يكمن هذا الأساس في الحقائق الخاطئة التي نعتقدها يمكننا تغيير العالم فقط بالقدر الذي نتمكن من تغيير أنفسنا به و يمكننا تغيير أنفسنا فقط بالقدر الذي نصبح مدركين به للحقائق الخاطئة التي نعتقدها إن معظم متاعبنا تنبع من التوقعات التي لم تصبح حقائق و معظم إحباطاتنا تنبع من مفهوم الخاطئ حول الطريقة التي نعتقد أن العالم ينبغي أن يكون عليها و ما نعتقد أنه ينبغي أو يجب علينا أن نفعله أو نكونه أو نمتلكه و يعرف هذا باسم مقاومة الواقع إنك تقبل أو ترفض كل شيء في بيئتك الذهنية و الجسدية بناء على مستوى وعيك الحالي بينما تتقدم في قراءة هذا الكتاب ستكتشف أن كل شيء تتقبله أو ترتبط به أو ترفضه يقوم على مستوى وعيك الحالي و مع الأسف فإن مستوى وعيك الحالي قد يكون زائفا أو مشوها لا أحد يحب تغيير مستوى وعيه الحالي إن العائق الرئيسي أمام تغيير وعينا هو أننا نرفض إدراك أن حقائقنا الخاطئ قد شوهت و حرفت إدراكنا و لهذا السبب من المهم أن نراجع و نفصح معتقداتنا بين الحين و الآخر لنرى ما إذا كنا نعمل انطلاقا من وجهة نظر خاطئة إن معتقدات الإنسان صاحب الشخصية الطبيعية الصحية تمر بعملية مستمرة من إعادة التنظيم و لكن صاحب الشخصية العصابية يتشبث بمعتقداته برغم أنها قد تكون خاطئة و مشوهة و عادة ما تكون الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتغير بها الشخص العصابي هي أن يواجه أزمة كبرى تجبره على تغيير أنماط عاداته القديمة المحبطة للذات إذا كان عقلك قد تم برمجته أو تكيفه لقبول أفكار و مفاهيم و قيم خاطئة و مشوهة فإنك حينها تقوم بصنع أسلوب حياة يبرر و يثبت هذه الأفكار و القيم أولويتك الأولى إن الأولوية الأولى لك في الحياة هي توسيع وعيك فعن طريق توسيع وعيك سوف تتخلص من الحقائق الخاطئة التي كانت تعوقك عن أن تكون الشخص الوثق بنفسه الذي تحب أن تكونه و يمكنك أن تفعل هذا عن طريق 1- التوقف عن الدفاع بشكل تلقائي و تعسفي عن وجهات نظرك الشخصية فيما هو صحيح و ما هو خطأ 2- إعادة تقييم أفكارك و قيمك و معتقداتك و مفاهيمك و افتراضاتك و دفاعاتك و أهدافك و أمالك و دوافعك القهرية 3- إعادة تنظيم و فهم احتياجاتك و حوافزك الحقيقية 4- تعلم الثقة بحدثك 5- ملاحظة أخطائك و محاولة تصحيحها 6- تعلم الإنصات بدون إصدار أحكام مسبقة تدريب نفسك على الإنصات لما يقال دون ضرورة تصديقه أو الاعتقاد فيه 7- ملاحظة ما تدافع عنه و تؤيده معظم الوقت 8- إدرك أن وعيك الجديد سيزودك بوسيلة و حافز التغيير نحو الأفضل لماذا يمكنك التغيير؟ عن طريق تغيير أفكارنا السائدة المسيطرة نغير وعينا الداخلي و بالتالي ظروفنا الخارجية فقبل أن نغير حياتنا إلى تجربة أكثر إيجابية ينبغي أن نفحص و نتحدى أي شيء لا يعمل كما ينبغي في حياتنا يتيح لنا هذا البدء في بناء ذلك الجسر بين المكان الذي نحن فيه الآن و المكان الذي نرغب في أن نكون فيه و بين ما نحن عليه الآن و ما نرغب في أن نكونه حتى الآن كانت مشكلتك الكبرى هي الجهل بحقيقة ما أنت عليه لقد منعتك صورة الذات الزائفة من تحرير قدراتك غير المحدودة إنك مثل طائر حبس في قفص ولا فكرة لديه عن الفضاء الفسيح الموجود خارج هذا القفص لقد منعتك الحقائق الخاطئة التي اعتقدها من أن تدرك إلى أي حد أنت إنسان جدير و قادر و متفرد بحق السر رقم اثنان العبودية أم الحرية من غير الممكن اكتساب شخصية و ثقة إلى أن يتم بناء أساس راسخ من الاعتماد على الذات كثير من الناس يعتقدون أن الشخص الذي يعتمد على نفسه لا بد و أن يكون شخصا متحفظا و غير مبال بالآخرين أو غير ودود معهم و هذا مفهوم خاطئ كليا فعن طريق كونه متكلا على الآخرين يستطيع الشخص الذي يعتمد على نفسه الارتباط بالآخرين بعطف و مودة بينما يحتفظ في الوقت نفسه بثقته بنفسه و رباطات جأشه و لأنه قادر على الوقوف على قدميه وحده لا يشعر بالحاجة إلى خداع الآخرين أو التلاعب بهم العائق الرئيسي أمام الاعتماد على الذات هو الاعتقاد الخاطئ بأن الآخرين أكثر براعة أو أكثر حكمة أو أكثر ذكاء من أنفسنا و الشخص الذي يتكل على الآخرين بهذا المعنى يجب عليه دائما أن يتطلع إلى شيء خارجي إنه يريد من الناس أن تقوم من أجله بما ينبغي عليه القيام به بنفسه فهم و إدراك و تحطيم عادة الاتكال الاتكال هو عبودية باتفاق مشترك إنه حط من شأن الشخص المتكل و ذلك الذي يتم الاتكال عليه إن عادة الاتكال و الاعتماد على الآخرين مغروسة بعمق لدى بعض الأفراد لدرجة أنهم يتنازلون عن كل حق شخصي لهم من أجل شخص آخر أو فلسفة أخرى إنهم يشعرون أنهم سيكونون في أمان إذا استطاعوا العثور على شخص أو مؤسسة أو فلسفة تكون مسؤولة عن سعادتهم وبالطبع يشتمل هذا على رفاهية وجود شخص أو شيء ما يتم إلقاء لهم عليه متى حدث أن يفشل والتغلب على التبعية والاتكال ليس سهلا لقد تكيفنا منذ الطفولة على التطلع إلى الآخرين ليوفروا لنا السعادة والتوجيه والحكمة ولكن على الرغم من أن الاتكال يلعب دورا في تنشئتنا وتعليمنا فلم يكون الغرض منه أبدا أن يطمس الهوية الفردية إن كل واحد منا مولود وهو يمتلك القدرة الفطرية على حل ومواجهة أي صعوبات يواجهها اقرأ ما يلي وانتبه له جيدا لا أحد يستطع أبدا أن يخضلك ما لم تكن متكلا عليه بطريقة ما لا أحد يستطع أن يجرح مشاعرك أو يجعلك تعيسا أو وحيدا أو غاضبا أو محبطا ما لم تكن معتمدا عليه في تزويدك بالرفاهية أو الإلهام أو الحب أو التحفيز وبمجرد أن تمتلك وتنمي القدرة على الاعتماد على الذات لا تكون مضطرا للتسويف أو الفرار أو تجنب ما يواجهك لأن لديك الثقة بقدرتك على مواجهة كل موقف من مواقف الحياة بثقة ويقين وهدوء ورباطة جأش إنك لا تشعر بالقلاق لأنك تعرف أنك تمتلك السيطرة التامة إنك لست بمعزل عن مصدر قوتك ولست بحاجة إلى جروعة متكررة من التحفيز والإلهام من الآخرين لكي تفعل ما ينبغي عليك فعله وبدلا من ذلك تعيش الحياة وأنت تدرك أن القوة الداخلية الموجودة في أعماقك أكبر وأعظم من أي مشكلة تواجهك التغلب على الحاجة للخداع والمناورة إن أعظم هبة يمكن لأي والد أن يمنحها أطفاله هي أن يساعدهم في أن يكتسبوا الثقة بالنفس عن طريق جعلهم يعتمدون على أنفسهم يجب منح الأطفال المسؤولية بالقدر الذي يستطيعون التعامل معه عند أي مستوى عمري وفقط عن طريق الاستقلال يعرفون البهجة والمتعة والكرامة الإنسانية المتجسدة في الوقوف على أقدامهم بأنفسهم إنني لا أقول إنه ينبغي عليك ألا تساعد أو تدعم ابنك أو شريك حياتك أو أسرتك وما أقوله هو أنه ينبغي عليك أن تتيح لهم الحرية الفردية للقيام بما يشعرون أنه ينبغي عليهم القيام به لكي يكبروا وينموا ويتطوروا ومساعدتهم هي محل دعمهم وعطائهم أعطهم الحب والتشجيع والتقدير لإنجازاتهم تلك هي العناصر الأساسية المهمة للنمو والتي لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم وحتى المساعدة المالية ينبغي أن نظر فيها بعناية إن الأفراد الذين لم ينموا القدرة على الاعتماد على النفس ليس لديهم خيار سوى اللجوء إلى الخداع والمناورة للحصول على ما يريدون فإذا لم تكن تعتمد على نفسك فعليك أن تعتمد على مهارتك في التأثير على الناس لخدمتك وإشباع احتياجاتك وإذا كنت تستخدم الآخرين بالفعل كمطية للتقدم في الحياة فإنك لا تستطيع بحال أن تسير بسرعة أكبر أو لمسافة أطول مما تستطيع إقناعهم بها وإذا كنت والدا فكن دائما واعيا لأي تصرفات يمكن أن تجعل ابنك يظل عبدا لأنه سيدفع ثمنا غاليا لذلك في مرحلة لاحقة من حياته عندما دخلنا مرحلة المراهقة أصبح من الواضح أننا سنضطر قريبا إلى اتخاذ القرارات بشأن ما هو الأفضل لنا ويمكن أن تكون هذه تجربة مخيفة لأن المراهق العادي يدخل عالم الكبار دون أن يحصل إلا على أدنى قدر من الإعداد لما هو قادم لقد تجاهل التدريب المنزلي والنظام التعليمي بشكل كبير هذا الجزء الحيوي والضروري من النمو الخضوع هو أحد أكبر وأخطر الشرور البشرية النفسية والشخص الذي يقع فريسة لهذه العادة المدمرة نادرا ما يحقق أهدافه إنه يرغب في أن يكون شخصا عظيما مستقلا وصاحب أعمال مهمة ولكنه لا يستطيع فدافعه الأساسي للبحث الدائم عن القبول والاستحسان يمنعه عن ذلك هل تذكر ما قلناه من قبل ؟ إن عكس الشجاعة ليس الجبن وإنما الخضوع لا ينبغي أبدا أن تمنح أي إنسان آخر القدرة على صنع أو تدمير حياتك أو السيطارة على حقوقك التقدير في مقابل الثناء الثناء كم نحب موسيقى الثناء العذبة إن معظم الناس مستعدون لفعل أي شيء من أجل سماعه إنهم مستعدون للتخلي عن أموالهم والعمل لساعات طويلة وتحمل الأذى الجسدي أو الذهني وكل ذلك من أجل كلمة استحصان واحدة إنهم مستعدون لعمل أي شيء كان للحصول عليه تماما كالمدمن الذي يحتاج إلى جرعة من المخدر وبينما ينتقلون من شخص يثني عليهم إلى آخر يصبحون مدمنين للاستحسان والثناء وكلما زاد إدمانهم زاد تنازلهم لغيرهم عن توجيه مسار حياتهم وفي أي وقت لا تفي فيه بمعايير الشخص الذي يثني عليك تعتقد أنك خذلته وتشعر بالذنب لذلك ونتيجة لذلك يمكن لأولئك الذين يقدمون لك الثناء والمديح أن يتعاملوا معك بحيث يكونون في موقع يسمح لهم بالتحكم في معظم حياتك وطالما كنت تخدم أغراضهم فإنهم يشبعون احتياجاتك ولكن عندما يريدون منك أكثر مما أنت مستعد أو قادر على منحه فإنهم يحبسون عنك الثناء الذي تلتمسه وينخصونك من خلال الشعور بالذنب إنهم يعلمون أنهم إذا استطعوا أن يجعلوك تشعر بالذنب فإنك ستفعل أي شيء لكي تستعيد قبولهم واستحسانهم التقدير هناك فارق هائل بين الثناء والتقدير فالتقدير بالمعنى الذي نستخدمه هنا هو ملاحظة للحقائق الواقعية إنه ليس مجاملة ولا حكما على القيمة إنه ببساطة ما يوحي به اسمه تقدير لبذل المرء قصار جهده في ظل مستوى وعيه الحالي والفارق الرئيسي بين الثناء والتقدير هو أن الثناء يمثل حكما على القيمة فإذا قلت للشخص ما إنه شخص رائع لأنه قام بشيء من أجلك فإنك تعني أيضا أنه لا يكون شخصا رائعا ما لم يلبي رغباتك الفارق بين الثناء والتقدير قد يكون دقيقا وخفيا ولكنه شديد الأهمية فيما يتعلق ببناء وتطوير الثقة التامة بالنفس وإذا لم يتم منح الناس التقدير الذي يحتاجون إليه لكي يشعروا بأنهم مقبولون بحق كما هم كأشخاص متفردين ومتميزين فإنهم سيلجأون إلى التماس الثناء ويصبحون سجناء له إن مسؤوليتك الأساسية هي سعادتك ورفاهيتك الجسدية والعاطفية وعن طريق عدم التحرر فإنك تسهم في موقف تواكل مشترك وهو موقف يسجن أولئك الذين تعتمد عليهم تماما كما يسجنك أنت والحقيقة أنهم على المدى البعيد سوف يتغلبون على جراحهم أو إحباطهم الناتج عن تحرورك منهم وعتمادك على نفسك والأكثر أهمية أنك إذا لبيت احتياجاتك الشخصية أولا فإنهم سيشعرون نحوك بشعور جديد بالإحترام لا شيء يمكن أن يعوقك عن تحقيق الثقة التامة بالنفس إذا كنت ترغب في ذلك بحق ولكن إلى أن تحرر نفسك من الحقيقة الخاطئة التي تقول إن الإتكال والخداع والخضوع والمقارنة والمنافسة أشياء ضرورية لسعادتك ورحتك فإنك لن تكون قادرا على صنع الحياة التي تريدها وفقط عندما تقرر أنك سوف تفعل كل ما تستطيع القيام به لكي تحرر نفسك على المستويات الذهني والعاطفي والجسدي والروحي ستكون قادرا على أن تكون الشخص الواثق بنفسه الذي ترغب في أن تكونه ويبقى السؤال هو العبودية أم الحرية والخيار لك السر رقم ثلاثة فن قبول الذات تقدير قيمتك وأهميتك الشخصية الحقيقية هو عامل مهم آخر في بناء الثقة التامة بالنفس إحدى حقائق الحياة الثابتة الواضحة هي إنك لا تستطيع أبدا أن تكون أفضل من القدر الذي تحمله من التقدير لذاتك ويعني هذا شعورك تجاه نفسك في ظل علاقتك بالآخرين بناء على إحساسك بقبول الذات تلك المشاعر تكون غير واعية في الأساس وتمت برمجتها في اللاوعي لديك منذ مرحلة الطفولة المبكرة على السطح يظهر الكثير من الناس على أنهم يمتلكون تقديرا إيجابيا أو عاليا للذات ولكن تلك ليست هي الحال دائما إحدى مآسي العصر الذي نعيش فيه تخص أولئك القادة والمعلمين والمخترعين والفنانين والأشخاص الذين قدموا إسهامات رائعة للجنس البشري ومع ذلك فهم ضحايا لتقدير الذات المتدني فبعض الأشخاص الذين يحظون بقدر هائل من الإعجاب والإحترام في التاريخ أصبحوا مدمنين للمخدرات والكحوليات بل حتى ارتكبوا جريمة الانتحار لمجرد الفرار من ذات لم يتمكن أبدا من قبولها بشكل تام وكثيرا ما تحولوا إلى بغضها وكراهيتها وبناء تقدير إيجابية للذات ليس مسألة جعل نفسك سعيدا فحسب فهو الأساس الذي ينبغي أن تبني عليه حياتك بأسرها وإذا كنت تأمل في التحرر من أجل صنع الحياة التي تريدها فإن تلك مهمة ينبغي أن تتعامل معها بجدية وإذا لم تفعل فلا يمكنك أن تتوقع إلا أن تزداد حالة تدني تقدير الذات عندك سوءا بينما تتقدم في السن إلى أن ينتهي بك الحال كواحد من أولئك الأشخاص التعساء في البداية هناك أسباب تؤدي لانخفاض تقدير الذات منها مجموعة من الأفكار والمعتقدات والقيم المحبطة للذات والتي تلقيتها ومنها مجموعة من الإهانات والإحباطات التي تلقيتها خلال سنوات الدراسة بالمدرسة من أفكار ومفاهيم خاطئة ومشوهة للأساتذة والمعلمين وأشياء مثل تحليل الوضع المهني واختبارات مستوى الذكاء منذ وقت ميلادك وحتى سن خمس سنوات تقريبا كان مخك يتطور بسرعة كبيرة ويشير علماء النفس إلى هذه الفترة من النمو السريع باسم فترة الدمغ والانطباع وخلال هذا الوقت كان مخك يتلقى انطباعات مهمة وحاسمة ودائمة ساهمت في تشكيل أنماط سلوكياتك تستطيع الآن أن ترى بسهولة أنه إذا كان أحد الأبوي يعاني من تدني تقدير الذات خلال هذا الوقت فإنه سيكون من السهل بمكان أن يتشبع طفل الذي يكون شديد التأثر والحساسية بهذا التقدير المتدني للذات ولقد بدأ تقدير الذات المتدني عندما ارتكبت الخطأ الأول وقيل لك إنك فتى سيء ومن الواضح أن هناك أشياء معينة لا ينبغي على الطفل القيام بها وهي أشياء من الضروري أن يكون لها فعل تأديبي معقول ولكن تلك الأشياء بذاتها لا تجعل الطفل سيئا أبدا ومن خلال إخبارك بأنك فتى سيء أو فتاة سيئة قمت بتوحيد نفسك مع أفعالك بدلا من أن تدرك أن أفعالك وتصرفاتك ليست أكثر من مجرد وسيلة تختارها لإشباع احتياجاتك السائدة وإذا لم يتم جعل الطفل يفهم ويدرك هذا وتم تركه يعتقد أنه سيء في الأساس فإنه سيشعر بالدونية وعدم القيمة وعدم الأهمية وهو ما سيتم برمجته داخل عقله اللواعي تلك المشاعر سوف تظهر لاحق في صورة خزي وإدانة للذات وحزن وندم والأسوأ من كل شيء الشعور بالذنب فعندما يقارن الآباء أحد الأطفال بأخ أو أخت أو بصفة خاصة شخص خارج الأسرة فإن شعور الطفل بالدونية وعدم القيمة يزيد ويتضعف وانعدام تقدير لتفرد وتميز الطفل هو خطأ أبوي آخر فمعظم الآباء لا يمنحون اهتماما كبيرا لمشاعر ورغبات وآراء أطفالهم ويتفق علماء نفس الطفل الرواد على أن هذا التوجه يعود إلى تدني تقدير الذات لدى الوالد والذي يظهر في شكل حاجة إلى أن يكون دائما على صواب وهناك حقيقة مزعجة هي أن عددا كبيرا من الآباء يعيشون الحياة نيابة عن أطفالهم ومن خلالهم لقد قرروا أن طفلهم ينبغي أن يكون كل شيء كانوا يتوقون سرا لأن يكونوه ولم يستطيعوا ومن ثم يدفعون الطفل إلى ما وراء قدراته وإمكانياته إنهم يرغبون في أن تصبح أحلام الإنجاز الشخصية التي لم تتحقق حقيقة واقعة من خلال الأطفال وبالطبع يتم هذا على حساب الطفل وما يعجز مثل هؤلاء الأباء عن إدراكه هو أن طفلهم غير قادر على الوفاء بمعاييرهم العالية غير الواقعية أو المعقولة ببساطة لأنه لم ينمو أو حتى لا يمتلك القدرة العاطفية والعقلية والجسدية اللازمة لإنجاز هذا وبعض الآباء يمنحون قيمة كبيرة للمال والممتلكات ويتكيف الطفل مع هذا ويتوحد معه ويصبح سجيدا لأسلوب حياة مادي يفرض عليه النظال والكفاح من أجل تحقيق النجاح المادي وفي مرحلة لحق من حياته كثيرا ما يتزوج الطفل من أجل المال ويدفع ثمنا باهظا مقابل ما يحصل عليه فالطفل الذي تم حرمانه من الدفع الضروري لمواجهة مواقف الحياة بثقة بالنفس وهدوء ورباطة جأش يقوم بتسويف المواجهات والقرارات ويتخذ السبيل الأسهل والأقل مقاومة والافتقار إلى الاعتماد على الذات يدعم مشاعر عدم الأهلية وعدم الكفاءة وهذه المشاعر التي تشكل بدورها أساس التقدير المتدني للذات على عكس الاعتقاد الشائع فإن تربية الطفل باستخدام نظام قائم على الثواب والعقاب هو أمر يضمن تأبيد تقدير الذات المتدني ينبغي السماح للطفل بارتكاب أي عدد ضروري من الأخطاء لتعلم الدروس وبدون خوف من العقاب وبمجرد أن يتعلم الطفل الدروس فمن المرجح بشدة أنه لن يضطر مرة أخرى أبدا إلى تكرار أخطائه سوف يتعلم أنه في أي شيء يفعله إما يربح مكافآت النجاح وإما يعاني عواقب الأخطاء وكلما أدرك هذا مبكرا كان ذلك أفضل تقدير الذات المتدني له مظاهر أو حالات إدمانية عديدة ويمكن وصف هذه المظاهر أو الحالات الإدمانية بأنها الوسائل والعادات التي ننميها للهروب من مطالب الحياة اليومية إنها ببساطة أعذار تسمح لنا بتجنو مواجهة الواقع الشخصي مؤقتا وشخص المدمن يستخدم العذر الخاص به لحجب وتغطية تقدير الذات المتدني الذي لا يرغب في أن يراه الآخرون حالات الإدمان البارزة لشخص لديه تقدير متدني للذات اللوم والشكوى إننا نلوم الآخرين ونشكو لهم ومنهم لأننا نرفض قبول حقيقة أننا مسؤولون عن كل شيء يحدث لنا توجيه اللوم لشخص آخر أسهل كثيرا من أن تقول إنه أنا من لديه مشكلة أو أنا من يجب عليه أن يتغير والشخص الذي عادة ما يشكو من الآخرين ويلومهم يشعر بعدم الكفاءة والأهلية ويحاول الإرتقاء بنفسه لأعلى عن طريق الحط من شأن الآخرين تصيد الأخطاء إننا نبحث عن أخطاء الآخرين لأنهم لا يقبلون أو يذعنون لمجموعة القيم الخاصة بنا إننا نعوض مشاعر عدم الكفاءة الخاصة بنا عن طريق جعل أنفسنا على صواب وجعلهم مخطئين ومن الصحيح نفسيا أننا نبغض بشدة أخطاء ونقاط ضعف الآخرين التي نجدها في أنفسنا الحاجة إلى الانتباه والاستحسان العديد من الناس لديهم حاجة قهرية للاستحواذ على الانتباه والاستحسان إن لديهم حاجة قهرية للحصول على تأكيد مستمر بأنهم على خير ما يرعب وأن الآخرين يقبلونهم ويثنون عليهم الإكتئاب إننا نصاب بالإكتئاب لأننا نظن أن شخصا ما خارج أنفسنا يمنعنا من امتلاك ما نريد نصبح محبطين بشكل تام تجاه أنفسنا لأننا نشعر بعدم السيطرة وعدم الأهلية وعدم القيمة والإحباط والقلق ناتج عن محاولة أن نكون على مستوى توقعاتنا الشخصية وتوقعات الآخرين يسبب لنا تدني تقدير الذات التردد والتسويف كثيرا ما يكون تقدير الذات المتدن مصحوبا بخوف غير طبيعي من ارتكاب الأخطاء والشخص الذي يخاف من احتمال عدم قيامه بما يجب عليه أو ما يتوقع منه الآخرين القيام به عادة ما لا يفعل أي شيء على الإطلاق أو على الأقل يؤجل القيام بأي شيء لأطول فترة ممكنة إنه متردد في اتخاذ القرار لأنه يشعر بأنه غير قادر على اتخاذ القرار الصحيح لذا فهو إذا لم يفعل أي شيء فمن غير الممكن أن يرتكب خطأا الرثاء للذات الشعور بالرثاء للذات أو عرض يالي من مسكين ينبع من عدم قدرتنا على تولي مسؤولية حياتنا لقد سمحنا لأنفسنا بأن نكون تحت رحمة الآخرين والظروف والأحوال ودائما ما يتم دفعهم في اتجاه ثم في اتجاه معاكس إننا نسمح للآخرين بأن يزعجوننا ويجرحوننا وينتقدوننا ويغضبوننا لأن شخصياتنا شخصيات متواكلة معتمدة وتحب الانتباه والتعاطف والتوحد والآن دعنا نحول الوهج المنير لضوء الحقيقة إلى جانب آخر من جوانب شخصيتك ونتأمل بنية وجودة ذلك الشيء الذي يسمى وعيك السر رقم أربعة مشكلة الوعي تقدير الذات المتدني هو ببساطة مشكلة وعي فبمجرد أن تعي حقيقة ذاتك ستكون قادرا على أن تدرك لماذا أن تعلم ما أنت عليه والأكثر أهمية أنك ستتعلم أن تحب وتتقبل ذاتك ويمكن تعريف وعيك على أنه الوضوح الذي تدرك وتفهم به بوعي وبغير وعي كل شيء يؤثر في حياتك إنه مجموع التجارب والخبرات في حياتك وتكيفك الشامل ومعرفتك وعقلك وحدثك وغرائزك وكل ما يمكنك إدراكه من خلال حواسك الخمس ومستوى وعيك الحالي يشير إلى طباعك وحالتك المزاجية ومواقفك الذهنية وردود أفعالك العاطفية وأهواءك وأراءك وعاداتك ورغباتك ومخاوفك وطموحاتك وأهدافك والأكثر أهمية أنه يشير إلى شعورك بقيمتك الشخصية وبعبارة أخرى ما تشعر به تجاه نفسك والمشكلة هي أن الحقيقة والواقع ليس بالضرورة نفس الشيء فإذا كان عقلك قد تقبل أفكارا ومفاهيم ومعتقدات وقيما خاطئة عن نفسك والآخرين فإن واعيك سوف يتشوه وعلى الرغم من أنك ستنطلق من وجهة نظر خاطئة فإنها سوف تبدو هي الحقيقة وسوف تتبنى أنت نمط الشخصية والنماذج السلوكية التي تبررها الحقيقة هي أنك لا تستطيع أبدا التصرف بشكل أفضل من الذي تتصرف به في هذه اللحظة إنك مقيد في تصرفك بمستوى وعيك الحالي فكونك تعرف معرفة أفضل لا يكفي مطلقا لأن تتصرف بشكل أفضل إنك لن تتصرف بشكل أفضل إلا عندما يتغير مستوى وعيك الحالي قبول الواقع الواقع واحد بالنسبة للجميع والفارق بين واقعك وواقع شخص آخر هو إدراكك لهذا الواقع وما من شخصين لديهما نفس الوعي بالضبط وما من شخصين لديهما نفس الخلفية والتجارب والخبرات ولذا فإن طريقهما في النظر للحياة وقيمهما وأفكارهما ومعتقداتهما وافتراضاتهما وطموحاتهما ستكون دائما مختلفة والواقع الشخصي لكل واحد منا يتكون من السمات العقلية والعاطفية والجسدية التي لا نستطيع تغييرها في تلك اللحظة المحددة ومن ثم فإن واقعك والمعتقدات والأفكار والمفاهيم التي تعتنقها الآن صحيحة كانت أم خاطئة وحيث أن الإدراك دائما ما يستبع ويتأثر بالوعي فإذا كان وعيك خاطئا فسيكون إدراكك كذلك أيضا حتى وإن كنت متأكدا من أنك على صواب لاحظ أن كل مشكلاتك العاطفية ومعظم مشكلاتك الجسدية تقريبا هي نتيجة لمقاومة أو رفض واقعك الشخصي أو واقع شخص آخر أو واقع موقف لا تستطيع في هذه اللحظة تغييره ولكنك ترغب في ذلك بشدة ورفضك أو عدم قدرتك على قبول الأشياء كما هي هو أساس المشكلة ولو أنك فحصت معظم إحباطاتك وإخفاقاتك فسترى بوضوح أنك تقاوم شيئا لا يمكن تغييره بشكل فوري إننا نقاوم الواقع أو الكائن فعليا لأننا نعمل انطلاقا من الافتراض الخاطئ والمدمر الذي يقول إننا نستطيع تغييره ولكن الأمور تكون على ما هي عليه في اللحظة الحالية سواء شئنا أو أبينا قبول هذه الحقيقة وفقط عندما ندرك بوعي مرحلة معينة من الواقع كما هي عليه في اللحظة الحالية نتغلب على مقاومتنا ورفضنا لها وإذا لم تكن واعيا إلى أنك تقاوم أو ترفض الواقع فما لك من سبيل إلى التخلص من تلك العادة المدمرة ستشعر دائما بالحاجة إلى إصدار الأحكام على الأشياء كأن تقول جيد أو سيء صواب أو خطأ عدل أو ظلم سوف تعتقد أن النساء والظروف تتآمر ضدك لأنك ترفض مواجهة ما هو كائن كواقع وهكذا تعيش في عالم من التفكير الرغبي القائم على الرغبة والتمني وليس على الواقع حيث تعتقد أن الأشياء يجب أن تكون بشكل معين ولكنها ليست كذلك حقا لا بد أنك أدركت أنه ليس هناك ما نستطيع فعله لتغيير قيم أو أفكار أو معتقدات الناس إذا لم يكن وعيهم مستعدا لقبول التغيير لا أحد مضطر للتغيير لمجرد أن يجعل العالم مكان أفضل بالنسبة لك أنت إن دافعك للتوقف عاني الحكم على القيمة ينبغي أن يشمل معرفتك بأن جميع أحكام القيمة من قبيل جيد وسيء لا أساس لها من الصحة على الإطلاق لأن كل إنسان من المحتم عليه أن يتصرف وفقا لما يمله عليه ويسمح له به مستوى وعيه الحالي لا أكثر ولا أقل وبمجرد أن تبدأ في حب الآخرين كما هم سيبدأ الآخرون في حبك كما أنت لن يكون لديهم أي خيار آخر فكر في الأمر من هم الأشخاص الذين تشعر بأكبر قدر من الإنجذاب نحوهم أنهم أولئك الأشخاص الذين تعتبرهم أصدقائك المقربين الأشخاص الذين لا يصدرون أحكاما على قيمتك أبدا بغض النظر عما يعرفونه عنك سر منحي وتلقي الحب هو أن تتوقف عن الحكم على القيمة إلى الأبد فهم حافزك إن كل فعل تقوم به هو استجابة لحاجة أو رغبة شخصية يحددها مستوى وعيك الحالي بشكل طبيعي حافزك الرئيسي دائما هو الشعور بالارتياح ذهنيا وجسديا وعاطفيا وروحيا فإذا لم يتم إشباع احتياجاتك في أي من هذه المجالات فإن تلك الاحتياجات ستتسبب في شعور بالإحباط والقلق وبالتالي فإنك ستقوم بأي شيء تعتقد أنه ضروري من أجل الشعور بالارتياح حتى وإن كان الفعل الذي ستقوم به مؤذيا لك كيف تحفز نفسك إيجابيا يبدأ تحفز الذات الإيجابي بتغيير وعيك ولكي تصنع تغييرا بناء ومثمرا في حياتك ينبغي عليك أن تقيم الفوائد المحتملة لأي فعل محدد وبعد ذلك من المحتم أن تقنع نفسك بأن الفوائد والمزايا المحتملة تبرر أو تفوق الثمن الذي ستضطر لدفعه مقابلها طريقة مقارنة الأرباح والخسائر إلى حد ما لقد كنت تفعل هذا طوال حياتك إلا أنك الآن تستطيع أن تتأكد من أن العملية ستعامل لصالحك وليس ضدك أتمنى أنك الآن تستطيع أن ترى أنه من المستحيل أن تحفز الناس على التغيير عن طريق إخبارهم بما ينبغي أو يجب أو من المحتم عليهم فعله إنهم لا يستطيعون التغير إلا من خلال قراراتهم الواعية قد تلهمهم أو ترهبهم أو تهددهم ولكن تحفز الناتج عن ذلك سيكون مؤقتا فحسب لإشباع الحاجة السائدة التي في تلك اللحظة هي التخلص من ضغطك عليهم إنهم لن يغيروا عاداتهم بشكل دائم إلى أن يقتنعوا بأن التغيير سيكون مفيدا لهم مقارنة بالثمن الذي ينبغي عليهم دفعه والأكثر أهمية أنهم لن يتغيروا إلى أن يتغير وعيهم تحمل المسؤولية إنك لن تكون حرا أبدا حتى تتعلم أن تكون صادقا مع نفسك و تتقبل المسؤولية الكاملة عن حياتك الشخصية و إشباع احتياجاتك و لكن بينما تفعل هذا يجب عليك أيضا أن تتقبل المسؤولية الكاملة عن كل فكرة و كلمة و فعل و قرار لأنك حتما ستدفع ثمن كل منها و اقتباسا للقول القديم نقول إذا كنت ترغب في الخبز يجب أن تدفع للخباز سوف تتعلم و تنمو وفقا لطبيعة و نتائج أفعالك و تصرفاتك سلطان العادة العادات هي التي تجعلك الشخص الذي أنتهو و من المستحيل أن تصنع تغييرا كبيرا في حياتك دون تدمير سلطانها القهري عليك و ما لم تكن سعيدا و صحيحا و هادئا و سالما و معتمدا على نفسك و ناجحا في كل مجالات حياتك فإن تغيير العادات السلبية المدمرة يجب أن يكون أولوية في حياتك لا يمكنك التخلي عن أي شيء تعتبره مرغوبا ليس هناك أي قدر من قوة الإرادة يكون كافيا و مفيدا ما لم نرغب بحق في التخلي عن عادتنا القديمة إننا نرغب معظم الوقت في التخلص من الآثار المؤلمة لتلك العادات ولكننا لا نكون مستعدين للتخلص من العادات نفسها لا ينبغي أن نخدع أنفسنا بأننا نستطيع تغيير حياتنا عن طريق ضبط وتنظيم الذات فحسب عن طريق أن نتمنى أن نستطيع إكره أنفسنا على صنع التغيير قبل أن تتمكن من تغيير أي عادة ينبغي عليك أن تدرك وتقبل تماما أن لديك عادة تريد تغييرها إن حقيقة أنك لا تستطيع تقبل أخطائك هي السبب وراء عدم قدرتك على التغلب عليها يجب علينا أن نصنع عادة جديدة أكثر إيجابية عن طريق التخلص من العادات السلبية بالاستبدال عن طريق توفير أفكار وتصرفات وأفعال جديرة ومهمة وإيجابية لتحل محلها هناك بعض الأشياء التي نكون مستعدين للتخلص منها على الفور وعن طيب نفس يرجع هذا إلى الأهمية الكبيرة التي نعلقها على تغيير تلك الأشياء وعلى إدراكنا لآثارها المدمرة على حياتنا فكلما علقت أهمية أكبر على شيء ما كنت أكثر استعدادا للقيام بعمل بشأنه برنامج تكييف العادات الإيجابية استخدمي البرنامج التالي في تكييف نفسك على استبدال أي عادة سلبية تجدها ضرة بحياتك وسعادتك ورفاهيتك الخطوة الأولى أكتب ما يلي ألف ما العادة السلبية التي ترغب في استبدالها با ما العادة أو الموقف الإيجابي الذي ستطوره ليحل محلها جيم ما التصرفات التي ستقوم بها لاستبدال عادتك السلبية دال ما أسهل الطرق وأكثرها منطقية للقيام بهذا الخطوة الثانية ألف تخيل نفسك وكأنك قد حققت النجاح بالفعل في تغيير عادتك تصور نفسك تستمتع بفوائد ومزايا عادتك الجديد الإيجابية با استخدم توكيدا إيجابيا ينسجم مع التخيل الخطوة الثالثة راقب تصرفاتك ولاحظ كم مرة تخفق فيها في إنجاز ما وعتبه تذكر لا تدين أو توبخ نفسك فقط تعلق تعليقا لا ينطوي على حكم أو إدانة واسمح لنفسك بإجراء التصحيح اللازم الخطوة الرابعة احتفظ بسجل مكتوب لمدة 21 يوما على الأقل بعد أن تختار بوعي نمط العادة الإيجابية الجديد ستمكنك الخطوة الأربع السابقة من برمجة تلك العادة في عقلك الوعي بعدها ستصبح العادة الجديدة استجابة تلقائية طبيعية لو أنك قد رسخت ووطت استجابات سلبية تجاه مواقف الحياة فإن الآلية التلقائية الخاصة بك سوف تجعلك تستجيب بالطريقة التي تكيف نفسك على الشعور والتصرف بها من المستحسن أن تراقب استجاباتك أو أنماط عاداتك باستخدام الصيغة التالية ثلاثية الخطوات من أجل تقييمها وتصحيحها واحد تخلص من أي شيء في حياتك لا يعمل لصالحك ويفيدك اثنان انظر ما الذي يفيدك ويعمل لصالحك واستمر في برمجته في عقلك اللاوعي ثلاثة أضف الأشياء الجديدة التي تجدها مرغوبة والتي من المرجح أن تفيدك وتعمل لصالحك استخدم الصيغة السابقة طوال ما بقي من حياتك و سوف تجد أنك ستكتسب الثقة بالنفس و ستكون حياتك مليئة بالتجارب الناجحة تذكر الحقائق المفيدة التالية تذكر الحقائق المفيدة التالية بشأن تغيير عاداتك ألف أعلم وتقبل حقيقة أن لديك عادة سلبية ولا تصدر حكما على قيمة ذاتك با قبل البدء في تغيير عاداتك قارن الفوائد المحتملة بالثمن الذي سيكون عليك دفعه مقابل التغلب عليها جيم اعلم أن أكبر قدر من قوة الإرادة لن تكون له فائدة على الإطلاق ما لم تكن ترغب بحق في التخلي عن عادة ما دال يجب أن تكون مقتنعا بأن التغيير سيحقق الإشباع لحاجة أو رغبة معينة ها فوق كل شيء لا تشعر بالذنب أو تدين نفسك أو تلومها على وضعك الحالي فحتى الآن أنت لم تفعل إلا ما سمح لك به مستوى وعيك الحالي بينما تصبح العادة الجديدة أكثر قوة يصبح إغراء العادة القديمة أقل وأقل وينبغي دائما أن نكون على وعي بأفكارنا وتصرفاتنا وأن نحافظ على تركيز أفكارنا المسيطرة على ما نريده وليس على ما لا نريده السر رقم خمسة أنا لست مذنبا وأنت لست مذنبا هناك اختلاف هائل بين الشعور بالذنب والتعلم من الماضي إن معاناة الشعور بالذنب الذي ينزله المرء بنفسه هو رحلة عصابية يجب عليك إيقافها إذا كنت ترغب في بناء الثقة تامة بالنفس إن شعور بالذنب لا يبني الثقة بالنفس إنه سيجعلك سجينا للماضي ويصيبك بالعجز والشلل في الحاضر لا أكثر وعن طريق حمل واختزان الشعور بالذنب تهرب من مسؤولية العيش في الحاضر والتقدم نحو المستقبل الذنب دائما ما يجلب العقاب الشعور بالذنب دائما ما يجلب العقاب وقد يأخذ العقاب العديد من الأشكال بما فيها الاكتئاب ومشاعر عدم الكفاءة ونقص الثقة بالنفس وضعف تقدير الذات ومجموعة من الإضطرابات الجسدية وعدم القدرة على حب أنفسنا والآخرين وهؤلاء الذين لا يستطيعون الصفحة عن الآخرين ويضمرون الحقد والغضب في قلوبهم هم أنفسهم أولئك الذين لم يتعلموا أبدا الصفحة عن أنفسهم إنهم الأشخاص المحملون بمشاعر الذنب التعلم من الماضي لا أحد يستطيع العيش في الماضي ويعمل بإبداع ونجاح في الحاضر إن عقلك لا يستطيع التكيف مع حقيقتين في وقت واحد وحياتك تعكس أي شيء يحتل جل انتباهك فإذا كنت تمنح جل انتباهك لما قلته أو فعلته أو ما كان ينبغي عليك قوله أو فعله فإن الحاضر سيكون مليئا بالإحباط والقلق والحيرة وهذا ثمن باهظ تدفعه من الأفضل كثيرا أن تسامح نفسك وتصفح عنها وتتقدم نحو المستقبل بموقف ذهني إيجابي في كل مرة تشعر فيها أن شخصا ما يحاول جعلك تشعر بالذنب اجعله يعرف إذن أن لعبته لم تعد فعالة ولم تجد نفعا الضحية يجب أن يجعل الشخص المستغل يعرف أنه لم يعد شديد الحساسية والضعف بعد الآن في البداية لن يصدقك هذا الشخص لأنه كان يستخدم شعور بالذنب لخداعك واستغلالك منذ وقت طويل للغاية ولكن بمجرد أن يدرك أنك لم تعد تحتاج إلى قبوله واستحسانه وأنك لن تلعب لعبة الذنب فإنه سيكف عن استخدام الذنب كوسيلة لاستغلالك السر رقم 6 القوة الإيجابية للحب لكي نفهم ما هو الحب يجب علينا أولا أن نفهم ما ليس هو الحب الحب ليس هو البغض أو العنف أو الطبوح أو المنافسة إنه ليس الإفتتان فالإفتتان يركز فقط على السيمات الخارجية وهو مجرد شكل من أشكال الغزو الذي يلبي حاجة شخصية دائما ما يتبعها الإحباط على سبيل المثال تتزوج امرأة من رجل لأنه وسيم ثم تقول إن كل ما يشغل ذهنه هو شكله أو تتزوجه لأنه ذكي ومن ثم تشعر بالغباء وتتهمه بأنه يدعي علم كل شيء أو تتزوجه لأنه هادئ وحساس ومن ثم تجده مملا ومتبلد الإحساس أو تتزوجه من أجل ماله ثم تصبح تعيسة لأن كل ما يفكر فيه هو العمل أو تتزوجه لأنه جذاب ثم تعتارض عندما تجده جذابا لنساء أخريات وهكذا وهكذا هذه الأمثلة لا تعبر عن الحب وإنما عن الإفتتان فحسب ونفس هذه الأمثلة تنطبق على الرجل أيضا الحب هو الرغبة في دعم شخص ما بحيث يكون كل ما يمكنه أن يكونه إنه مساعدة إنسان آخر على أن ينمو عاطفيا وذهنيا وروحيا وقبل أي شيء آخر الحب هو منح شخص آخر الحرية الكاملة في أن يكون نفسه وقبول هذا الشخص دون محاولة تغييره من المهم في العلاقات الحفاظ على الحب ولكي تفعل هذا من الضروري أن تدرك أنكما لستما شخصا واحدا فعلى الرغم من فيض الصور والمجازات الشعرية فمن المستحيل تماما دمج شخصين في شخص واحد إنكما ببساطة فردين منفصلين وجد العديد من الجوانب التي يمكن أن يشترك فيها لقد أتيت إلى العالم وحيدا وسترحل عنه وحيدا ولكي يبقى الحب ويستمر يجب أن لا يحاول أي طرف تغيير الطرف الآخر يحدث هذا أكثر مما ينبغي وهو عامل رئيسي من العوامل التي تسهم في الانفصال والطلاق الوقت الذي تقضيانه معا يجب أن يخصص لدوافع الحب والمشاركة في الأشياء التي يستمتع بها كلاكما هذا من شأنه أن يزيل الملل ويحافظ على حيوية العلاقة ومن المهم في هذا الشأن تنمية شخصية رومانسية بدون الرومانسية تفتقر حياة الإنسان للسحر والجاذبية لذا فمن المهم أن تكتسبها وتنميها الشخصية الرومانسية ستزيد من سحرك وتمكنك من جذب الناس والأحداث والظروف التي تريدها إننا جميعا بحاجة إلى الرومانسية في حياتنا ونشعر بالإمتنان تجاه هؤلاء الناس الذين يحفزونها ويشجعونها توقف عن التطلع إلى الآخرين لمنحك الحب تذكر أنك لا تستطيع منح حبك لشخص آخر يمكنك فقط أن تكون محبا وأن تكون محبا يعني أن تتعلم أن تحب عقلك وأفكارك وجسدك والحياة والقوة الروحية بداخلك تعلم أن تحب الأشياء مثل الأشجار والأزهار والحيوانات وشروق الشمس وكل شيء تراه وتلمسه وتتذوقه هل لاحظت يوما أن بعض الناس لديهم مشكلات دائمة مع سياراتهم إن سيارتهم لا تستجيب لهم فحسب في حين أن أشخاص آخرين يتحدثون إلى سيارتهم وهي تستجيب لهم بدون عن المرة بعد المرة حتى إن كان الأمر يبدو كأن الجوامد أيضا تشعر بالحب هل تقول إن هذا محال منطقيا؟ لقد ثابت علميا أن الذرات المعدنية تستجيب بطرق مختلفة وفقا لاختلاف الشخصيات من المعروف أنه عندما يتم الثناء على النباتات والتحدث عنها بإيجابية فإنها تزدهر وتنمو ولكن عندما نبغضها ونرفضها فإنها تذبل أو حتى تموت فإذا كان لك مثل هذا التأثير على النباتات ففكر قليلا في تأثيرك على إنسان آخر السر رقم سبعة العقل مشروعك الخاص العقل مثل الكهرباء قوة مفيدة قابلة للاستغلال كانت موجودة وستظل موجودة للأبد إن قوه وقدراته تفوق الخيال وعلى الرغم من أن العلم يكتشف المزيد والمزيد عن قدراته الهائلة كل يوم فإننا لسنا بحاجة إلى مخطط أو برنامج عمل لتحقيق أقصى استفادة من تلك الآدات التي وهبنا الله إياها أنت شركة متحدة من أجل غرض دراستنا ينبغي أن نقسم الجوانب الرئيسية الثلاثة للعقل إلى الوعي واللاوعي والوعي الفائق إن مسألة عيش حياة إبداعية وتحقيق الثقة التامة بالنفس تتطلب أن يكون هناك اسم أول يجمع جوانب العقل الثلاثة وأن تفهم العمليات الأساسية لكل جانب من تلك الجوانب إنني أطلق على هذه المغامرة المشتركة لجميع الجوانب التي تعمل معاً اسم أنت شركة متحدة إن كل شيء يحدث لنا عاطفياً وذهنياً وجسدياً وروحياً هو كشف لما يحدث في عقولنا تلك القوة الكهربية الهائلة التي تستطيع إعادة توليد كافة المشاعر والأفكار الأحاسيس والمشاهد والأصوات والمنبهات من العالم الخارجي إن عقلك يمثل حقاً جهاز هائلاً للإنشطار النووي للذرات إنه قادر على إطلاق فيض من الطاقة الإبداعية الفعالة التي من شأنها أن تصنع أي شيء تتصوره وتجعل منه حقيقة خارجية والفكرة التي تحملها في عقلك لديها القدرة على جذب جميع العناصر التي تحتاج إليها لتحقق لك أي شيء ترغب فيه الكهرباء مغناطسية والعالم ملئ بالكهرباء وجسدك كذلك ينبغي أن يكون لديك وعي ثابت لهذه الحقيقة وأن تتعلم توليد مغناطسيتك لجذب الأشياء التي تريدها في الحياة قانون المغناطسية الذهنية أي كان ما يستحوذ على تفكيرك سواء كان المرض أو الصحة النجاح أو الفشل الثراء أو الغنى الحب أو الكرة فإن الشيء الذي يحظى باهتمامك سينجذب إليك إن كل خالية تمثل رغبة وهي تتحد مع الخلايا الأخرى لتجتذب مجموع رغباتك سواء كانت سلبية أو إيجابية الشيء المهم هو أن تعلم بالضبط ماذا تريده فإذا لم تعلم فإنك لن تجذب إلا الارتباك والحيرة ربما تقول إنني لا أريد المرض ومع ذلك فأنا مريض ولكن ما الذي يستحوذ على تفكيرك بالشتة؟ ما الذي تمنحه انتباهك واهتمامك بالكامل؟ إنه المرض الأشخاص الذين لا يملكون فكرة واضحة عما يريدونه بحق دائما ما يجذبون لأنفسهم أشياء تبدو مناقضة لأمنياتهم إن كل إنسان ظاهريا يتمنى أشياء مثل النجاح والصداقة والحب والسعادة والأمن والأمان ولكن لأن الناس يركزون على ما لا يريدونه فإنهم لا يحصلون على الأشياء التي يريدونها حقا واحد فقط من بين كل عشرة آلاف شخص هو الذي يفهم حقا تلك الحقيقة المدهشة لكل رغبة إيجابية هناك رغبة سلبية لا نعترف بها وكثيرا ما لا ندرك وجودها أصلا لذا فمن المحتم أن نعرف بالضبط ما نرغب فيه لأن قانون المغناطيسية الذهنية دائما ما يجذب رغباتنا الحقيقية إنه لا يجذب أمانينا أو أهواءنا أو نزواتنا العابرة وهناك من يزعمون أنهم يريدون الصداقة أو الحب ومع ذلك يسيطر الانتقاد والكراهية والغيرة والحسد والانتقام على كامل انتباههم وهناك من يقولون إنهم يرغبون في الشهرة والتقدير ولكنهم في الوقت نفسه يبدون رغبتهم في العزلة بشكل جليل وهناك من يقولون إنهم يريدون السعادة ومع ذلك يجذبون الكآبة والغضب والرفض والاستياء والرثاء للذات والقائمة تطول وتطول والحقيقة البسيطة هي أنك تمنح كامل انتباهك لما تريده حقا وما تمنحه كامل انتباهك يتحقق لك من خلال قانون المغناطيسية الذهنية ينطبق هذا القانون أيضا على إشعاع أفكارك إذا ألقيت بحجر في بركة ما فسترى موجة تتشكل على هيئة دوائر وتلك الدوائر تصل في النهاية إلى الشاطاء وإذا أخذت حجرين مختلفين في الحجم والوزن وقذفت بهما معا في نفس الوقت على بعد عدة أقدام من بعضهم البعض في البركة فإن الأمواج الناتجة عن كل منهما سوف تتلاقى في النهاية وفي صراع الغالبة الناتج عن ذلك سوف تتغلب الموجات الأكثر التساعا الناشئة عن الحجر الأكبر حجما على الموجات الأصغر التساعا الناشئة عن الحجر الأصغر حجما كذلك الحال مع أفكارك فكلما كانت الفكرة أعظم وكان فكرك أكبر وأعظم أصبح من السهل أن تتغلب على الأفكار الأصغر والأقل قيمة إن الأفكار الإيجابية تطلق موجات أكبر وأكثر قوة وطاقة ولها ترددات أكثر قوة وتلك الترددات الأكثر قوة تصل إلى هدفها لأنها كالحجر الكبير في الماء تصنع موجات أعلى وأقوى في كل مرة تبعث فيها بفكرة سلبية تقوم تلقائيا بتقليل المغناطسية في جسدك وعقلك تماما كأنك تغلق مفتاح الضوء الكهربي إن أفكار المرضي والفقر والكراهية والاستياء والعوز والقيود تسلوبك قوتك الإبداع على السحر والجذب وكلما زاد حدوث هذا زاد تدهور مصدر قوتك الذهنية إلى أن يفنى في النهاية حان الوقت إذن للبدء في معرفة كيفية عمل عقولنا وكيف يمكننا استغلال عملية التفكير السليم لجذب الأشياء الجيدة التي نريدها في حياتنا في هذا الفصل سوف نتعرف على أول الجوانب الثلاثة لقوة العقل الوعي الفائق جانب الوعي الفائق لقوة العقل إن بداخل كل واحد منها مركز قوة يعرف أفضل طريق يجب أن نسلكه عالم من الأفكار الحقيقية الجوهرية التي لا يمكن أن تكون خاطئة هذا المصدر دائما ما يمنحنا المعلومات التي نحتاجها لتقودنا خارج الأماكن القاحلة إلى حقول أكثر إثمارا أطلق ويليام جيمس على هذه القوة الفائقة اسم العقل فائق الوعي فقط عليك أن تؤمن بوجوده وأنك تستطيع الاستفادة من قدراته غير المحدودة لتلقي الأفكار الإبداعية التي تحتاجها لحل مشكلاتك وصنع الحياة التي ترغب فيها يمكننا تحقيق هذا عندما نهدئ عقلنا الوعي فمن الأهمية بمكان أن نستقطع بانتظام بعض الوقت من جداول أعمالنا المقتضى لنستشعر السكينة ونهدئ عقلنا الوعي ونسمح للعقل الفائق بالتحدث إلينا وإرشادنا إنه لا يتحدث إلينا بالإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو أي لغة أخرى إنه يتحدث إلينا من خلال الحدث الذي يظهر في شكل شعور أو رغبة عندما نتلقى مشاعر حدثية من الوعي الفائق يتم بذلك توجيهنا إلى الأشخاص أو الأماكن أو الظروف التي نحن في حاجة إليها لتحقيق هدفنا الإبداعي القوة الإبداعية الموجهة عبر الرغبة العقل الإبداعي يوجه قوته الإبداعية من خلال الرغبة الرغبة هي بذرة النجاح والإنجاز العقل الإبداعي يتحدث إليك من خلال الحدث هذا الحدث يظهر نفسه في شكل رغبة لإنجاز عمل إبداعي الرغبة تحدث سحرها من خلال قوة النظام العصبي السمبتاوي وعندما ترغب في شكل بقوة كافية تصبح الرغبة مطبوعة في عقلك الواعي ثم تنتقل العاطف بعد ذلك إلى أعصاب وعضلات جسدك وتحملك على تحقيق رغبتك الشيء الأكثر أهمية الذي ينبغي أن تتذكره بشأن الرغبة هو أنه إذا كانت لديك الرغبة لإنجاز أي عمل إبداعي فإنك تحمل بداخلك أيضا وسائل النجاح والإنجاز إن العقل الإبداعي ما كان ليمنحك الرغبة لو لم تكن القدرة ممكنة ومتاحة لك وبعبارة أخرى أي أن كانت الرغبة التي لديك بغض النظر عن كونها قد تبدو بعيدة المنال للغاية فإنها تحمل معها القدرة والآلية اللازمة لجعلها تصبح حقيقة واقعة إن كل شخص استطاع إنجاز شيء مهم يستحق العناء بدأ أولا بالرغبة بالنسبة لمعظم هؤلاء الناس بدأ تحقيق هذه الرغبة بعيدا ولكن إيمانهم بأنفسهم وبالقوة الإبداعية مكنهم من تطوير المواهب والمهارات والقدرات اللازمة لجعل الرغبة حقيقة واقعة السر رقم ثمانية المفتاح الذهبي للخيال الإبداعي إن القيود الشخصية التي قبلنا بها يمكن تحطيمها في أي وقت نشاء فعن طريق التخيل المستمر لما نريده يمكننا نبذ السيناريو القديم وكتابة قصة جديدة كاملة وبعبارة أخرى يمكننا تحرر أنفسنا من القيود التي تعوقنا وتعرقل جهودنا الخيال يحكم العالم الخيال أكثر أهمية من المعرفة قال هذه العبارة أحد أعظم علماء العالم وعباقرة الرياضيات ألبرت أينشتاين يمكن استخدام الخيال الإبداعي للتغلب على مشكلات العالم وقهرها لا ينبغي أبدا أن نعتبر أي موقف ميؤوسا منه أو غير قابل للحل إن الاعتقاد بأننا على طريق تدمير الذات هو ببساطة غير صحيح لقد كان هناك دائما أولئك الذين يتنبؤون بالموت والهذاك والظلام منذ بداية التاريخ المسجل ولكنهم كانوا مخطئين في كل مرة فعندما كانت الأمور تبدو حالكة الكآبة كان يظهر أناس أصحاب خيالات إبداعية يقودوننا نحو تحقيق إنجازات أكثر عظمة جميع المشكلات هي في الواقع فرص متخفية ينبغي أن نفحص بدقة كلما نطلق عليه اسم الأزمة في حياتنا بحثا عن الفرصة المتخفية بداخلها الجانب الوعي لقوة العقل هو الأكثر تقييدا لأن معلومته تأتي من خلال الحواس الخمس وحيث إن حواسنا يمكن أن تخدعنا فإننا كثيرا ما نقبل مفاهيم لا يمكن أن تنبع إلا من الداخل والاستمرار في البحث عنها في الخارج يعني الاستمرار في معاناة نفس الظروف التي كانت تقيدنا وتعرقل تقدمنا لهذا السبب ينبغي أن ننصت إلى الحدس النابع من العقل فائق الوعي وأن نأخذ هذه المعلومات إلى عقولنا الوعية ونبرمجها بتأن وروية في عقولنا اللواعية لنصنع التجربة الحياتية الإيجابية التي نريدها ولكي نفعل هذا نحن بحاجة لإلقاء نظرة على الجني الكامن بداخلنا إيقاظ الجني بداخلك على مر القرون استطاع الناجحون إما بشكل حدسي بديهي وإما بالمعرفة والعلم أن يدركوا أنهم أيضا يمتلكون قوة يمكن أن تخدمهم تماما كما كان الجني يخدم على الدين لمساعدتهم على إنجاز الأعمال أو الفنون العظيمة أو التأليف أو الإختراع أو الكتابة أو تشييد المشاريع إلى آخره ولقد عرف الحكماء هذه القوة عندما قالوا حقيقة ذاتك هي ما تعتقده في أعماق قلبك وما كان يعنونه حقا هو حقيقة ذاتك هي ما تعتقده في عقلك اللواعي على الرغم من الموهبة الفائقة لعقلك اللواعي وقدرته غير المحدودة فإنه خادم وكخادم ينبغي أن تأمره إنه لا يستطع أن يأمر نفسه وفي الواقع إنه آلية موضوعية تلقائية تعمل بإخلاص على أن تحقق لك أي شيء تلح عليه بشدة إنه شريك قيم ومهم وفعال وجدير بالثقة يزودك بجميع المعلومات الضرورية التي تحتاج إليها لصنع الحياة التي تريدها إن عقلك اللواعي يختار ما يعتقد أنه صحيح وعقلك اللواعي يقبل دون مناقشة أي شيء يمليه عليه عقلك الواعي ومن المهم هنا أن تتذكر أن عقلك اللواعي يتقبل الفشل بنفس البساطة التي يتقبل بها النجاح وسيوفر لك وسيلة لتحقيق أي منهما في هذه اللحظة تحديداً يعمل عقلك اللواعي لصالحك أو ضدك فمن خلال عقلك الواعي يشعر عقلك اللواعي ويسجل جميع تجاربك الجسدية والفكرية والذهنية والعاطفية ويخزن المعلومات لمزيد من الاستخدام لاحقاً ومجموع هذه التجارب يحدد مستوى وعيك الحالي حقائق يجب أن تعرفها عن عقلك اللواعي 1- عقلك اللواعي يكون ثابتاً ومستقراً وفعالاً بشكل يتناسب تماماً ويتفق مباشرة مع جودة ووضوح المعلومات التي يتم تزويده بها 2- أي شيء تتصوره بحيوية وعاطفة بشكل متكرر في عقلك اللواعي سوف يتحقق لك ويصبح واقعاً 3- سوف يجذب لك عقلك اللواعي ما يفهم بوضوح أنه رغبتك الحقيقية 4- عقلك اللواعي لا يفكر أو يعقلن الأسباب ولكنه يسجل بدقة عالية أي شيء وكل شيء يقدمه له عقلك الواعي 5- سوف يجذب لك عقلك اللواعي الظروف والأشخاص والأحوال التي تشبع رغبتك 6- إنه لن يحقق أهدافك أو رغباتك من تلقاء نفسه يجب أن تطلب هذا منه وتخبره بالضبط ما تريده 7- عندما تطلب منه شيئاً ما فإنه سينبه عقلك الواعي للتعرف على الفرص والأشخاص والظروف المناسبة والمطلوبة لتحقيق رغبتك 8- كيف تبرمج الجنية بداخلك عقلك اللواعي يستجيب لثلاثة أشياء 1- التعبير اللفظي هناك قوة هائلة كامنة في الكلمات الكلمات يمكن أن تبني أو تدمر حياتك العقل اللواعي يتقبل دون مناقشة الكلمات التي نستخدمها لبرمجته سواء كانت إيجابية أو سلبية والعبارات أو التوكيدات الإيجابية تبني حياتنا بينما العبارات أو التوكيدات السلبية تدمرها وما يجب عليك فعله هو مراقبة حديثك مع نفسك وتحويل العبارات السلبية المدمرة إلى العكس وطريقة عمل هذا هي أن تبرمج عقلك وتدعمه بالتوكيدات الإيجابية رددها مرارا وتكرارا إلى أن يتقبلها عقلك اللواعي على أنها حقيقة 2- الشعور والعاطفة العاطفة هي وسيلة نقل الإبداع لا يمكن إنجاز عمل مبدع بدونها إن العقل اللواعي يستجيب للشعور والعاطفة أكثر من أي شيء آخر التكرار وحده ليس فعالا بدون العاطفة من المهم أن ندرك أن العواطفة السلبية مثل الخوف أو القلق أو الإحباط أو الغيرة أو الكراهية تعمل بنفس قوة وفعالية نظراتها الإيجابية هذا هو سبب شدة تدميرها إن التحدث بصوت مرتفع أثناء استخدام التكرار لطبع وغرس فكرة في عقلك اللواعي يزيد شدة الترددات ويساعدك على طبع وتأكيد المعلومات بسرعة 3- التصور الخيال أو التصور هو القوة التصورية لعقلك إن عقلك اللواعي يستجيب للصور والأسلام التي تظهر على شاشة ذهنك يمكن القول بأن عقلك اللواعي هو المقاول الذي يبني حياتك وأنت المهندس المعماري وخيالك هو المخطط إذا استطعت تصور رغبتك وقد تحققت بالفعل فإنها تصبح نبوءة تحقق ذاتها إنما تفكر فيه وتتصوره في عقلك اليوم هو إشارة واضحة على ما سيحدث لك في المستقبل العقل اللواعي آلية إبداعية تلقائية عقلك اللواعي هو آلية إبداعية تلقائية يمكن أحل مشكلاتك وتغيير حياتك بسرعة أكبر كثيرا من عقلك الواعي بمفرده وأكثر من ذلك فإنه ليس مقيدا أبدا لأنه يمكن تدريبه وإعادة تدريبه وأساس إطلاق قوة عقلك اللواعي هو أن تشعر بأنه يفلح ويحقق المراد لذلك يجب عليك أن تتصور النتيجة النهائية أشعر بأنك تستطيع الحصول على ما تريد أشعر بأنك تملكه بالفعل استشعر المتعة والإثارة الآن أشكر الله مسبقا على أي شيء تسعى لامتلاكه أو تحقيقه قد يبدو هذا غريبا إذا لم تكن تفهم المبدأ ولكن عن طريق شكر الله مسبقا فإنك تفترض أن ما تريده في طريقه لك بالفعل بمجرد أن تتقبل هذا سوف تبدأ الظروف في التغير السر رقم 9 اختيار وجهتك إذا لم نعطي حياتنا بوعي الهدف والاتجاه فإننا سنكون كسفينة بلا ربان يقودها وبلا خريطة توجهها في الطريق الصحيح في الحياة تفوتنا العديد من الفرص بلا داعي لأننا لا نعلم إلى أين يأخذنا الطريق كل شيء له مكان وسبب للوجود من الوضح تماما أن هناك مكانا لك وأنت وحدك من يناسب هذا المكان بشكل منظم وجذاب ربما كان وجود مشكلاتك في الأساس يعود إلى أنك لست في مكانك الصحيح هناك أشياء يجب عليك فعلها ولكنك تتجاهلها أو تتجنبها تظهر الدراسات النفسية في الأداء الشخصي أن الأفراد الذين لديهم خطة وأهداف لحياتهم أسعد حالا وأكثر نجاحا من أولئك الذين ليست لديهم خطة وأهداف تأمل كل مجال في حياتك وقم بوضع خطة خاصة بما ترغب في الوصول إليه وما ترغب في تحقيقه والأكثر أهمية ما ترغب في أن تكونه إذا فعلت هذا فستعرف ما إذا كنت تحرز تقدما أم لا أحد الأسرار الأساسية لتحقيق الأهداف هو أن تقسم أهدافك الكبيرة إلى عدد من الأهداف الأصغر ليس هناك شيء صعب حقا إذا تم تقسيمه إلى أجزاء وعندما يصبح كل جزء حقيقة واقعة فإن الرضا النابع عن تحقيقه سيكون حافزا على تحقيق الهدف التالي العديد من الناس ممن يفشلون في فهم هذا المبدأ يقاومون وضع أهداف كبيرة لأن الجهد الكلي المطلوب لتحقيقها يبدو هائلا كل ما يتطلبه الأمر هو أن تعرف ما تريد امتلاكه وما تريد إنجازه وما تريد أن تكونه إننا نكون أبعد ما يكون عن الوضوح في تحديد ما نريده بدقة معظم الوقت وهكذا تموت العديد من أهدافنا في عالم التمني عدم اتخاذ قرار هو في حد ذاته قرار لأن الإختيار حتمي وعدم اختيار النجاح يعني اختيار الفشل والمشكلة في عدم اتخاذ القرار هي أنه يولد الإحباط إننا نعلم أنه يجب علينا القيام بعمل إبداعي ولكن بدلا من ذلك نرضى بعدم اتخاذ القرار وشعور بالشك في الذات وعدم الكفاءة وعدم الأهل ستشعر بموجة هائلة من القوة والثقة بالنفس إذا أخذت بعض الوقت لتحديد هدف مهم يستحق العناء ووضع خطة لحياتك وبعد تحديد هدفك خطوتك التالية هي وضع الخطة ولكي تفعل هذا يجب أن أولا يكون لديك بيان واضح لهدفك إن عقلك اللاوعي يستجيب عندما تكون محددا اثنان يكون لديك موعد محدد للبدء في برنامجك ثلاثة يكون لديك موعد نهائي لتحقيق هدفك أربعة تكون لديك خطة عمل مكتوبة خمسة يكون لديك جدول زمني لمراجعة خطتك بانتظام بغرض تعديلها وتحديثها ستة تحمل بطاقة صغيرة مكتوبة عليها عبارة مختصرة توضح هدفك تضعها في جيبك أو محفظتك اقرأها عدة مرات يوميا سبعة تركز على رغبة واحدة أو تحدي واحد محدد في كل مرة ثمانية تؤلف تأكيدا أو عبارة إيجابية عن هدفك تسعة تذهب دائما للنوم وأنت تتصور هدفك وتتخيله لكي تعيش حياة متوازنة إبداعية يجب أن تتعود على إنجاز الأعمال التي تواجهك اليوم ناضل من أجل التميز إذا تعلمت إنجاز المهمة الموكلة إليك حاليا بكفاءة بغض النظر عن مدى بغضك لها تكون قد لقنت نفسك درسا قيما في النمو الشخصي وعلى الرغم من أن الناس كثيرا ما يخدعون أنفسهم بحيث يعتقدون أنهم يستطيعون الأداء بشكل أفضل في عمل آخر فإن هناك مبدأ شاملا يقول إنك لن تحصل على فرص أفضل في الحياة إلى أن تثبت أنك أكثر من قادر على التعامل مع موقفك الحالي ليس الأمر هو كم العمل الذي نقوم به وإنما الكيفية التي نؤديه بها وبعبارة أخرى جودة أعمالنا وتصرفاتنا هي المهمة اكتساب منظورك الخاص بعد أن تحدد أهدافك وتضع برنامج عمل ينبغي أن تتعلم الاسترخاء والسماح لوعيك الجديد بدفعك قدما إلى الأمام مع قيامك بصبر بما هو ضروري بحيث تضع الأولويات أولا بدون خوف أو قلق تجاه ما سيحدث في المستقبل ينسجم هذا مع موقف الشخص الروحاني دعي الأمور التجري وسلم أمرك لله عن طريق القيام بهذا سوف تجعل نفسك منسجما مع الواقع ومنفتحا على التوجيه الروحي الداخلي الذي سيبين لك كل خطوة على الطريق وأيضا اسمح لنفسك بأن تكون منفتحا على التغيرات والتعليمات الجديدة على الطريق إلا أن الخطوة الأولى ينبغي أن تكون خطوة كأنت لن يتم توجيهك إلا إذا أوضحت أنك بحاجة للتوجيه تقدم خطوة وراء خطوة وحافظ على مرونتك في التعامل مع التغيير قد لا تصل إلى هدفك الأصلي ولكنك بدلا من ذلك قد يتم توجيهك إلى شيء أفضل منه وفي أي من الحالتين ستشعر بالإثارة والإشباع الشخصي وبدلا من دفع نفسك نحو موقف لن يسبب لك إلا الإحباط والبؤس فإن حدثك سيوجهك إلى الشخص أو المكان أو الظرف المناسب الذي تصل به إلى أقصى صعادة ولكي تصل إلى وجهتك أنت بحاجة للقيام بأربعة أشياء فقط واحد قرر الصعود إلى القطار اختر هدفك اثنان اختر أفضل طريق ممكن لتصل إلى حيث تريد الخطة المناسبة ثلاثة ادفع ثمن تذكيرتك كن مستعدا لدفع ثمن ما تريده أربعة اصعد إلى القطار ابدأ العمل إن قطارك منتظر الآن حان وقت الصعود إلى متنه استجب للحياة بالعمل يقول ويليام جيمس ما يستحوذ على الانتباه هو ما يحدد العمل إن الأسلوب الضعيف الجبان المتردد في عيش الحياة يولد القصورة والكسلة والفشل والإحباط كثير من الناس يفشلون في العمل والتصرف لأنهم يخشون ارتكاب خطأ ما أو يعتقدون أن ما يتخيلونه لا يمكن أن يصبح حقيقة إن كثيرا من الاختراعات والاكتشافات العظيمة لا يتم تحقيقها أو إدركها عندما يتملك اليأس أصحابها فيقولون لا فرصة لنجاح فكرة هذا موقف ذهني مأساوي لأن العالم يحتاج إلى ما يمكن أن يقدمه كل واحد منا الحظ الطيب يساند الشجاع تذكر هذه الحقيقة النفسية الحظ الطيب يساند الشجاع يمكن تحويل الأفكار والمفاهيم الخاصة بتحرير قدراتك غير المحدودة إلى واقع فقط إذا أقدمت على عمل شجاع الآن إن التفكير القائم على التمني لن يجعل أحلامك تصبح حقيقة واقعة بدون شك يمكنك تذكر عشرات الأمثلة على مواقف في حياتك وترددت فيها وخسرت ولكن لن يكون عليك أن تخسر مرة أخرى أبدا إذا تعلمت القيام بعمل شجاع جريء مصادقة الفشل إذا أردنا الخروج من منطقة الارتياح التي صنعناها يجب علينا مصادقة الفشل وعندما نقرر التخلي عن حاجتنا للقبول والاستحسان فلن يهم عدد الأخطاء التي نرتكبها طالما أننا سنصل إلى هدفنا النهائي ما نتحدث عنه هنا هو الإصرار تلك هي الصفة الفعالة التي تفرق بين أصحاب الإنجازات وبين غيرهم وكثيرا ما تحل هذه الصفة بشكل مدهش محل الذكاء والمعرفة والتعليم وحتى الخبرة فهؤلاء الذين يتسمون بالإصرار يرفضون السمح لأي شخص أو ظرف أو حالة بالوقوف في طريقهم التوقعات تحكم حياتك لذا من المحتم أن تتحكم في توقعاتك إذا توقعت الأفضل فستجتذب الأفضل ولكن إذا توقعت حدوث الأسوأ فكن على يقين بأنه سيحدث وعن طريق السماح لأنماط التفكير السلبي بأن تسيطر على حياتك إنك تكتسب عادة توقع النتائج السلبية توضح الدراسات أن أكثر من 90% من الناس لديهم للأسف توقعات سلبية الثقة التامة بالنفس يتم بنائها من خلال التوقعات الإيجابية يمكنك بناء توقعات إيجابية بمعرفتك أن بداخلك القوة لازمة للتغلب على أي عقبة تواجهها تطلع للمستقبل بالتوقعات ثم تصرف بحماس الحماس قوة محفزة فعالة وأحد أعظم أسرار النجاح عندما تتوقع شيئا إيجابيا فإنك تجذب إليك ما تتوقعه أيا كان مبدأ السرية لا يجب أن تهدر أي قدر من وقتك في إخبار الآخرين بما تريد إنجازه قيامك بهذا بمثابة شكل آخر من أشكال الطلب القبول والاستحسان إذا كشفت أهدافك فإنك ستبدد طاقة ثمينة أنت في حاجة إليها لإنجازها كما أنك ستواجه معارضة هؤلاء الذين يرغبون في السيطرة عليك سيحاول معظم الناس التعرف على أهدافك إنهم يبغضون رؤية أي شخص يمتلك أكثر منهم أو يؤدي بشكل أفضل منهم وسوف يلجأون إلى أي إجراء مهما كان متطرفا لإثناء وإحباط أي شخص يحاول الفرار من المستوى المتواضع لا تمنحهم الفرصة لذلك خسر العديد ممن كانوا على الأرجح سيصبحون من أصحاب الإنجازات قبل حتى أن يبدأوا في عملهم لأنهم سمحوا للآخرين بأن يثنوهم عن أهدافهم وما جريدون إنجازه حقا ما لم يكن لديك هدف مشترك مع شخص آخر فمن الأفضل أن تحتفظ بهدفك لنفسك السر رقم 10 إنك تستحق راحة اليوم إن كل الغموض والدجل والشعوذة المحيطة بالتأمل منعت الكثير من الناس من استكشاف إمكانية إدخاله إلى حياتهم والحقيقة البسيطة هي أن فن التأمل يمكن تعلمه بواسطة أي شخص بأقل قدر من الصعوبة أو بلا صعوبة على الإطلاق إن القدرة على التأمل قدرة أصيلة داخل كل واحد منا بمجرد أن نفهم المبادئ الأساسية يمكننا ممارسته بأنفسنا إذن ما الغرض من التأمل التأمل يعيد بناء اتصالنا بمصدر قوتي بداخلنا إنه ينقل عقل ويجعلنا منفتحين ومتقبلين للأفكار الإبداعية والحدث إنه يكشف لنا أين توجد أخطاؤنا ويعيد توجيهنا إلى الطريق الصحيح مرة أخرى إنه يساعدنا في الوصول إلى كامل قدراتنا من خلال راحة عميقة للجهاز العصبي راحة أعمق من راحة النوم العادي ولكننا خلالها نظل يقضين نشطين خلال هذا الوقت يتم التخلص من الضغط ونكتسب الاسترخاء والهدوء التام وتماما كما يجري العداء من أجل تدريب جسده فإننا بالتأمل نضبط وندرب العقل على العمل بأقسى قدراته هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل التأمل يزيد الكفاءة في الحياة اليومية متى تتأمل ابدأ بتخصيص وقت للتأمل في بداية كل يوم ومن الأفضل أن يكون ذلك قبل تناول الفطور هذا سيجعلك تنسجم مع قوة الحياة ويبرمجك للآداء بكفاءة خلال اليوم وبعد ذلك خصص فترة مماثلة من الوقت في المساء من الأفضل أن يكون ذلك قبل أربع ساعات على الأقل من النوم لأنك ستستعيد نشاطك تلقائيا وتأملك في المساء سوف يساعدك على التخلص من المشاعر السلبية التي تراكمت بداخلك خلال اليوم أين يجب أن نمارس التأمل؟ إنني أفترض أنك ستمارس معظم تأملك في المنزل أعثر على مكان في المنزل تستطيع أن تكون فيه وحدك ومن الأفضل أن يكون مكانا تستطيع أن تطفئ فيه معظم الضوء ويجب أن يكون المكان هادئا تماما مكانا تستطيع أن تحجب فيه ضوضاء العالم بالخارج وإنها لفكرة جيدة أن تمارس التأمل في نفس الموقع كل يوم قبل أن تبدأ أكثر الأشياء التي يجب أن نتذكرها أهمية هو لا تقاوم أفكارك العديد من الناس يقولون إنني أواجه صعوبة في التأمل لأنني لا أستطيع التوقف عن التفكير إن مشكلتهم هي المقاومة وكلما زادت مقاومتك لأفكارك زادت إعاقتها لك ولكن بمجرد أن تكف عن مقاومتها وتتركها تمر دون أن تمنحها انتباهك الكامل فإنها ستكف عن التطفل إن التأمل عملية من ثلاث خطوات واحد استرخي وتحرر اثنان اتصل وأنصت ثلاثة تخيل وأكد وكلما مارست التأمل أكثر زاد حبك له أكثر وكلما مارسته أقل وجدته أكثر صعوبة وإزعاجا لك وكلما زادت ممارستك له كانت المكافآت والمردودات أكبر وأعظم السر رقم 11 وقت حياتك الوقت يمر بسرعة دون شك فكل لحظة تمر علينا هي وقت من حياتنا وحيث إن وجودنا بأكمله يعتمد على الوقت فمن الأهمية بمكان أن نفكر بإمعان في الأهمية العاطفية لاستغلالنا له إن عبارات مثل إنني مشغول بشكل بشع أو إنني في عجلة من أمري أو ليس لدي الوقت فحسب بمثابة ثلاثة مسامير كبيرة في نعش السعادة إن الإندفاع المتعجل المستمر في الحياة يعوق تطور الشخصية القوية الجميلة ويسلب الحياة مذاقها ولذتها إن الوقت يتحول إلى سيد مالك مسيطر إلا أنه ينبغي عليك أن تتعلم السيطرة على الوقت بدلا من الخضوع له إن سر إيجاد الوقت للقيام بالأشياء التي ترغب فيها هو أن ترغب حقا في القيام بها لا أن تتمنى فحسب القيام بها يجب أن نتمنى أن نتمكن من إنجاز المزيد ولكننا في الواقع لا نرغب في هذا لذا فإننا نستمر في إضاعة الوقت وتمني أن يكون لدينا المزيد منه وعن طريق التعاون مع الوقت يمكننا تحقيق نتائج مدهشة ولكن برفق لا ينبغي أن تجتمل المحاولة الأولى تحقيق هدف رئيسي كبير سر الفوز هو البدء بمجرد أن يكون الوقت في جانبنا سوف تضع أبسط جهودنا قوة متراكمة كبيرة وثقة لازمة من أجل بذل أي جهد أعظم كل رحلة تبدأ بالخطوة الأولى هل ترغب في المزيد من الوقت ولكنك لا تدري من أين تبدأ إليك اقتراحا أبذل بعض الجهد للاستقاظ مبكرا تلك الخطوة الأولى يمكن أن تضيف ساعة أو ساعتين إلى يومك الإنتاجي المثمر وسنوات عمرك خذ شيئا كنت تريد فعله وقم بفعله في الوقت المتوفر قبل الإفطار إن مجرد أنك لم تبدأ أبدا العمل أو الدراسة التي تروق لك فعلا ليس سببا لعدم البدء الآن فورا إن الوقت لا يخرجنا من حساباته إننا نتخيل فقط أنه يفعل وأوان البدء لا يفوت أبدا الوقت موضوعي دائما إنه هو نفسه في كل لحظة وهو لا يفرض قيودا علينا والقيود الوحيدة المفرضة علينا هي التي نفرضها على أنفسنا نظرية بعد معظم الناس يعيشون مستخدمين النظرية بعد تكون لديهم خطط عظيمة ويطمحون إلى تحقيق إنجازات هائلة وفترة بعد هذه لا تأتي أبدا ولكنهم يستمرون في تقديم الوعود لأنفسهم بأنهم يوما ما سوف يحققون ما يريدون الآن وعلى الرغم من أن الفرصة قد تأتي إلى بابك أكثر من مرة فإنها نادرا ما تجلس لفترة طويلة عند عتبة الباب في انتظارنا افعل الأشياء التي طالما كنت ترغب في فعلها الآن ليس غدا لن يكون لديك أبدا وقت أطول مما لديك اليوم كيفية قضائك الساعات الأربع والعشرين التالية ستحدث كيف ستقضي الساعات الأربع والعشرين التالية وهكذا وهكذا لا تسمح للوقت بإدارتك قم أنت بإدارته كثير جدا من الناس يشعرون بالملل يقولون إنه ليس هناك ما يفعلونه إنهم يشربون الخمر ويشاهدون التلفزيون ويلعبون ألعاب الفيديو وألعاب الورق وأي شيء آخر بغرض قتل الوقت ولكن بينما هم يقتلون الوقت يقتلون أيضا خيلهم الإبداعي ليس لديهم وقت للدراسة أو التأمل أو تحسين الذات تخيل نفسك كشخص دائما ما يقوم بعمله الآن إن كل شيء تتخيله تنجزه على الفور أو على الأقل تضع الخطط اللازمة لإنجازه على الفور فإذا كنت ترغب حقا في أن تكون قويا وسليما وناجحا ونشيطا عاطفيا فاعثر على الوقت اللازم للدراسة والتأمل في المبادئ التي ناقشناها في هذا الكتاب النجاح يتطلب وقتا الكثير من الوقت ليس هناك صيغة سحرية إن الدراسة والتأمل والعمل تتطلب وقتا ولأننا نعيش في عالم ذي إيقاع وتوقيت هائلين فإن الجسد والعقل يستجيبان بسهولة لإيقاع التكرار في العمل وأثناء سيطرتك المفترضة على الوقت لا تعتبر أبدا أن الانتظام شيء رديء أو ممل أو غير ممتع أو تعتبره واجبا مفروضا عليك أدعوك هنا إلى الإنسجام معه والتكيف مع لحن الحياة أحد الأهداف الرئيسية لهذا الكتاب هو مساعدتك على صنع المزيد من الثقة بالنفس بحيث تستطيع الاستمتاع بوقت حياتك السر رقم 12 التغلب على الخوف والقلق لقد ولدنا ولدينا نوعان فقط من الخوف الخوف من السقوط والخوف من الأصوات المرتفعة وباقي أنواع الخوف صنعناها نحن بأنفسنا إن الخوف شعور هدام مدمر يمكن أن يسدد ضربة مميتة لأي محاولة من جانبك لبناء الثقة التامة بالنفس فإذا سمحت لمخاوفك بإدارة حياتك والتحكم فيها فسيكون من المستحيل أن تصنع الحياة التي ترغب فيها حقا إننا نشعر بالقلق تجاه العديد من الأشياء ولكنها كلها تتلخص في هذه العبارة إننا لا نعيش في الحاضر فكر في الأمر لا يمكنك أن تقلق إلا إذا كنت تركز على المستقبل أو تعيش في الماضي إذا كنت تعيش في الحاضر فمن المستحيل أن تقلق التغلب على الخوف والقلق يمكن تحقيقه عن طريق العيش يوما بيوم أو الأفضل لك لحظة بلحظة من المهم أن تتمتع بروح الدعابة الدعابة صمام أمان إنها تمنعك من معاملة نفسك بجدية زائدة عن الحد ومرة أخرى وأخرى اندفع بقوة نحو الشيء الذي تخشاه نفسه بحيث يظهر خوفك على حقيقته مجرد وه يفيد هذا في بناء عضلة روحية وعاطفية في معظم الوقت يسيطر الخوف على العقل أكثر من سيطرته على الجسد إذا كنت تفكر أكثر مما ينبغي وتهمل العمل فإنك تولد الخوف عيش حياة أكثر نشاطا وحيوية وسيكون لديك وقت أقل للقلق قم بالمشي لمسافات طويلة للتخلص من التوتر البدني العقل مفرط النشاط والجسد قليل النشاط وهو مزيج يمكن أن يسبب المتاعب يبدأ الخوف عندما يكون هناك خلل في التوازن هذا المبدأ تم إدراكه فيما يتعلق بتنمية الجسد ولكن تم تجاهله تماما فيما يتعلق بتطوير العقل وصنع الإنسجام بين الاثنين التغيير لا أحد يستطيع تجنب التغيير لذا ينبغي علينا أن نتقبله ونتطلع إليه بلهفة التغيير يعني تغيير طريقة تفكيرك وهو أيضا أن تكون مستعدا للتخلي عن الأمور بالطريقة التي هي عليها وصنعها بالطريقة التي تريدها أن تكون عليها لا أحد غيرك يستطيع أن يفعل هذا من أجلك التغيير يأتي مع الإختلاف كن على يقين من هذا إذا كنت ترغب في الفرار من المستوى المتوضع أو المتدني ينبغي أن تقرر بوعي بأنك ترغب في أن تكون مختلفا جميع الأشخاص العظماء مختلفون إنهم مختلفون عن الجماهير وهذا ما يجعلهم متميزين ينبغي أن تكون لديك الشجاعة الكافية لتقول لنفسك لن أعيش حياة كهذه إنني مختلف ومتميز الرتابة تدمر الإبداع وستؤدي بك بسرعة إلى عيادة طبيب نفسي والأشخاص الذين يقعون في هذه الدائرة هم عبيد الرتابة وهم أولئك الذين يخشون أدنى تغيير عندما تشعر بالملل والإحباط جاه الروتينيك اليومي غيره والتغيير لا يعني تجاهل الآخرين أو الاستخفاف بهم أو الشعور بالعظمة والسموب والكبر إنه فقط يعني المطالبة بحق التحدث والتعبير والتصرف بنفسك والقيام بما هو ضروري لأن تشعر بالسعادة اصنع التغييرات الصحيحة والتغييرات الصحيحة دائما ما تكون إيجابية ابدأ بتغيير أشياء صغيرة كل يوم إلى أن يصبح التغيير طريقة الحياة لا تتشبث بأسلوب حياة واحدة لا تترك أي شيء على حاله استمر في تغيير الأشياء لمجرد جعلها مثيرة انظر لكل شيء تصادفه في حياتك على أنه فرصة للتغير نحو الأفضل إذا توقفت عن المقاومة وتقبلت التغيير وتطلعت إلى تجربة حياتية جديدة أفضل فسوف يحدث شيء طيب فالأشياء الطيبة تحدث عندما تكون مستعدا للتغيير السر رقم 13 تقدم للأمام من خلال التواصل الإيجابي إن الإنسان ليس مسؤولا عما يقوله فقط وإنما عما يفهمه الشخص الآخر أيضا من خلال الإشارات والسلوكيات والتعبيرات ولغة الجسد إلى آخره إذا كنت تواجه صعوبة في التواصل مع الآخرين فإن أول شيء ينبغي أن تفهمه وتتقبله هو أنك مسؤول عن عدم فهم الآخرين لك فالأرجح أن الطريقة التي تبدو بها والطريقة التي تتواصل بها مع الآخرين تواصلا غير الشفاهي هي المسؤولة عن ذلك التواصل هو نظام توصيل لمواقفنا الذهنية الطريقة التي نعبر بها عن أنفسنا هي مظهر خارجي لما نعتقده ونفكر فيه داخليا أنست أنست ثم أنست تطوير مهارة الإنصات سيثبت أنك بارع و ذكي إننا جميعا نشعر أن أي شخص لديه حس إنصات جيد لما نقوله لا بد أن يكون صديقا ممتازا لقد أصبح الإنصات فنا مفقودا لاحظ بينما تتكلم أن معظم الناس لا يطيقون صبرا على توقفك بحيث يبدأونهم في التحدث إنهم لا يسمعونك حقا إنهم في غاية الإنشغال بالتفكير فيما سيقولونه بعد أن تنتهي الإنصات هو سمة التواصل الفعال الأكثر أهمية على الإطلاق و لكنه أيضا السمة الأكثر تعرضا للتجاهل لقد قضينا جزءا كبيرا من حياتنا في تعلم القراءة و الكتابة و التحدث و لكننا لم نقضي أي وقت في تعلم فن الإنصات معظمنا يرغب في التحدث فحسب و إذا لم ينصت الناس إلينا فإننا نغضب بشدة و نقول عبارات من قبيل لماذا لا تنصت أو إنك لا تعودني أدنى انتباه و سواء كنت تدرك هذا أم لا فإن الطريقة التي تنصت بها لها أثر أكبر على الناس من الطريقة التي تتحدث بها و لكي تكون منصتا جيدا ينبغي أن ترغب في أن تكون منصتا جيدا يجب أن تجعل كل شخص تتصل به يشعر بأنه مهم عن طريق رغبتك في أن تكون منصتا جيدا سوف تكتشف مدى روعة و قيمة الناس سيصبح الأشخاص الذين ربما تكون قد أهملتهم و ازدريتهم أو اعتبرتهم مملين و غير مهمين فجأة مثيرين للاهتمام و في الواقع ليس هناك أحد غير مثير للاهتمام و لكن هناك فقط منصتين غير مهتمين أو غير مبالين تذكر أن التواصل طريق مزدوج يجب أن يتحدث طرف و ينصت الآخر و لن تستطيع حمل الناس على الإنصات ما لم تستحوذ على انتباههم أولا و لن تحصل على انتباههم حتى تتحدث عن شيء يهمهم ما الذي يهم الناس أكثر أنفسهم إنهم يريدون مناقشة ما فعلوه و ما يخططون لفعله و أين كانوا و ماذا حدث لهم لا تنسى هذا أبدا الشيء الذكي الذي يمكن القيام به هو محاولة استكشاف اهتمامات الشخص الذي تتحدث معه بعد التحدث عن أنفسهم يحب الناس التعبير عن آرائهم و كم هي مسلية تلك الطريقة التي يناقشون بها أشياء لا يعرفون عنها شيئا على الإطلاق قليل جدا من الناس هم من يعترفون بأنه لا رأي لهم في موضوع ما آخر شيء يحب الناس التحدث عنه هو أنت إنهم لا يريدون سمع أي شيء عن مرضك أو مشكلاتك أو وجهات نظرك السلبية في الحياة أنصت إلى نفسك ولاحظ كم مرة تستخدم فيها ضمير المتكلم أنا فإذا كان العدد زائدا عن الحد فابدأ في التحول من أنا إلى أنت قم بإجراء المحادثات الإيجابية فقط في المناسبات التي لا تكون فيها على ما يرام تجنب الميل إلى الشكوى إذا اشتكيت كثيرا بما يكفي فإنك ستصبح معروفا للآخرين بأنك رمز الألم سوف يبدأون في تجنبك لأن أحدا لا يريد الارتباط بشخص يصيبه بالسأم أو الضجر اعتاد صديق لي على أن يقول لا تخبر أحدا أبدا بمشكلاتك فنصف الناس لا يبالون والنصف الآخر يكون سعيدا بمعاناتك تلك المشكلات إن الشخص الذي يبعث بترددات إيجابية يجتذب الناس إليه كالمغناطيس الجميع يرغبون في مصادقة هؤلاء الذين لديهم منظور سعيد وإيجابي لأن موقفهم الذهني معدن استخدم لغة بسيطة واضحة إنك ببساطة لا تستطيع التواصل مع الآخرين ما لم تتعلم استخدام لغة بسيطة وواضحة إذا فشل شخص ما في فهمك فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه غبي فمن المرجح بشدة أنك لم تشرح له وجهة نظارك ببساطة كافية معظم الناس لا يتواصلون حقا بفعالية لأنهم يحاولون ترك انطباع جيد لدى الآخرين بدلا من التعبير عن أنفسهم إنهم ينخرطون في نوع من تحييد الذات والتراشق اللفظي مع بعضهم البعض إنهم يستخدمون كلمات لا يفهمها الآخرون ويحاولون كثيرا مخاطبتهم باعتبارهم أدنى منزلة بدلا من التحدث مباشرة إلى الشخص الذي يتحدثون معه إنهم منهمكون في إظهار ذكائهم لهذا الشخص الآخرون يكونون آراءهم فيك من خلال الطريقة التي تتحدث بها إليهم إذا سعيت للاستعراض أو إثارة إعجابهم بذكائك يمكنك أن تثق أنهم سيتجاهلونك وينفضون عنك على الثور ومن ناحية أخرى إذا لم تتعال عليهم واستطعت التفكير في اهتماماتهم ومشاعرهم فإنهم سيعتبرونك بارعا ومثيرا للاهتمام وربما حتى متحدثا لامعا الأفعال أعلى صوتا من الكلمات الناس سوف يحكمون عليك بوسطة أفعالك وبعض أفعال الكياسة المتواضعة ليست مجرد إيماءات فارقة إنها تعبيرات ذات مغزى ومع الأسف تتحول الكياسة بالنسبة للعديد من الناس إلى فن مهمل لا تسمح بحدوث هذا كن أحد هؤلاء الذين ما زالوا يعلقون أهمية على تصرفات الكرم البسيطة التي تجعل الآخرين يشعرون بالتميز التزم بمواعيدك جانب أساسي آخر في تطور العلاقة الشخصية الجيدة هو المصداقية والاعتماد والالتزام بأوقات المواعيد أكثر أهمية مما تتصور التأخر لا يعني أنك غير مسؤول فحسب بل يعني أيضا أنك لا تبالي حقا بالشخص الذي ستقابله تذكر أسماء الأشخاص يتفق معظمنا على أن أحد أعذب الأصوات هو صوت أسمائنا أسماء الناس هي سماتهم المميزة الفردية لذا فإننا إذا تذكرناها فسنكسب صداقاتهم تلقائيا السبب الرئيسي وراء عدم تذكرنا للأسماء هو أننا لا ننصت بحق لما يقوله شخص ما عندما يقدم نفسه إلينا ينبغي أن يكون تذكر الأسماء إحدى الأولويات في قائمة تطوير الذات هذا لن يجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم فحسب وإنما سيجعلك تشعر بأنك أكثر اتزانا وثقة بنفسك أيضا كيف تقابل الناس وتتعرف عليهم لا تخشى القيام بالخطوة الأولى إذا كانت فكرة حضور مناسبة اجتماعية تجعلك تشعر بعدم الارتياح على أقل تقدير فتذكر هذا أنت لست وحدك في هذا الكثير من الناس يراودهم نفس الشعور افترض أنك في حفل ولا تعرف العديد من الأشخاص فيه أفضل شيء تفعله هو أن تقوم بالخطوة الأولى اختر شخصا غير منخرط في حديث ويبدو أنه بمفرده تقدم نحوه افترض أنه شخص ودود وتصرف كما لو أنكما أنتم الاثنان تتوقعان الترحيب والمودة وبعد أن تأخذ المبادرة وتكسر حواجز الخجل والجبن ستجد قريبا أنه من السهل التحدث مع صديقك الجديد هذا كن ودودا ودع المحادثة تتاخذ مسارها الطبيعي ولا تحاول بجهد زائد عن الحد تعلم فن المحادثات القصيرة من الأفضل كثيرا أن تبدأ المحادثة مع شخص غريب بحديث قصير هناك سبب وجيه لهذا عندما تلتقي بشخص ما للمرة الأولى سيتساؤل ما إذا كنت شخصا يسهل التحدث معه أم لا أول أشياء تتفوه بها ستقدم الإجابة عن هذا السؤال وتترك الإنطباع الذي سوف يحدد نوع العلاقة إذا بدأت بطرح أسئلة عنه شخصيا فإنه سيسترخي وتتدفق المحادثة فيما جراها بصورة طبيعية اكتسب أعادة الإبتسام الإبتسام وسيلة مهمة للتواصل لأن له أثر إيجابي على الآخرين فكر في مدى شعورك بالارتياح عندما يبتسم أحدهم في وجهك الإبتسامة في أبسط صورها وسيلة لإخبارك بأن كل شيء على ما يرام وأن صاحب الإبتسامة سعيد برؤيتك إذا لم تكن واحدا ممن يبتسمون فيستحسن أن تكتسب تلك العادة فورا الإبتسامة لا تؤذي وفي واقع الأمر إنها تجعلك تشعر بالارتياح كن حذرا تجاه صحبتك كل شخص تصاحبه وترتبط به يؤثر في حياتك اجعل من أهدافك الأساسية ليس فقط إقامة محادثات إيجابية ولكن أيضا صحبة الأشخاص الإيجابيين والارتباط بهم دون غيرهم قدر المستطاع الأشخاص السلبيون يستنزفون طاقتك بإهاناتهم وشكواهم المستمر من سوء معاملة العالم لهم وعدم فهم أزواجهم أو زوجاتهم لهم وعدم تقدير رؤسائهم لهم ومدى سوء شعورهم وإذا أمكن فاستبعد مستنزف الطاقة هؤلاء من حياتك وابحث عن الأشخاص الإيجابيين الذين يمنحونك التفاؤل ويرفعون معناوياتك السر رقم 14 تحقيق الثقة التامة بالنفس من خلال موقف ذهني إيجابي الموقف الذهني الإيجابي يتيح لك زيادة نقاط قوتك والبناء عليها والتغلب على نقاط ضعفك والتخلص منها إنها تساعدك على التركيز على الأشياء الجيدة في الحياة وتسمح لك بأن تمنح انتباهك الكامل لما هو صواب بالنسبة لك وللآخرنا وللعالم ولكن عليك أن تفهم هذا التفكير الإيجابي يكون عدم الجدوى ما لم يدعم العمل الإيجابي يجب تحويل الأفكار أو الطاقة الذهنية إلى أفعال أو طاقة حركية نشطة والطاقة الحركية النشطة للقيام بالعمل تدعم العقل اللواعي وعندما يتم استغلالها والاستفادة منها بشكل سليم كما ينبغي فإن آلية توليد الأهدف التلقائية تصحح الأخطاء وتغير المسارات وتدفعك نحو الهدف العبارات الإيجابية تطلق قوة إبداعية الكلمات التي تنطق بها لها أثر قوي على مشاعرك وحالاتك المزاجية وشخصيتك وثقتك بنفسك وحياتك لقد أوضحنا سابقا كيف أن التأكيدات السلبية تضعنا في حالة نوم مغناطيسي وتوجهنا نحو الفشل والإحباط الحل ليس شديد التعقيد فقط استخدم العملية العكسية أشبع عقلك بكلمات أو توكيدات القوة شخصك الجديد بينما تطبق مبادئ هذا الكتاب سوف يظهر شخصك الجديد الناجح سوف تكون صاحب قوة واتجاه وعمل مخطط له جيدا سوف تقهر المعتقدات الخاطئة التي كانت تعوق تقدمك سوف تكون شخصا يعتمد على نفسه لن تكون في حاجة إلى إدانة نفسك أو الآخرين سوف تكون شخصا متزنا متعاطفا مع الآخرين سوف تكون منفتحا ومتقبلا لقيم وأفكار جديدة إنها صورة مشرقة أليس كذلك؟ إنها كذلك بالطبع لأنها صورة لنفسك بعد أن تتعلم وتطبق المبادئ التي تحتويها هذه الصفحات سيتطلب منك الأمر التزاما بالعمل ولكنها ستكون إحدى أعظم المغامرات إثارة في حياتك فبمجرد أن تلزم نفسك ببناء الثقة التامة بالنفس فإنك لن تكون أبدا نفس الشخص استمعتم إلى ملخص كتاب الأسرار الكاملة للثقة التامة بالنفس لروبرت أنتوني قرأه عليكم سعيد ويلد محمد ترجمة نانسي قنقر وكما ستكون م Sacramento